اتحاد الكرة وهو ايه اللي حصل في اسبوع علشان يبقى فيه اجتماع جديد وهل اللي مسؤول يطور التحكيم بيتطور يوم بيومه اكيد لا الخلاصة اتحاد الكرة بينفض ايده من التحكيم وبيقول لاي حد بيشتكي حاضر من عناية هنقعد معاه ونعرفه غلطه هو في كده يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 اجتماع جديد بين اتحاد الكرة وكلاتنبرج في حضور ربطة الاندية الاسبوع الماضي كان فيه اجتماع بين اتحاد الكرة وكلاتنبرج والسبب مقرر شكاوى الاندية من التحكيم اسبوع فقط طيب ايه اللي حصل في الاجتماع الاول خلال اسبوع تغير او ما حصلش عشان يبقى فيه اجتماع تاني بعدها باسبوع قبل ما اخش مع حضراتكم في التفاصيل وكلام من اللي بيخشه العقل مش الكلام اللي ما بيخشش العقل الكلام اللي بيخش العقل اقولكم النهاردة اتحاد الكرة قال ايه اتحاد الكرة طلع بيان اعلامي قال فيه تكرر عقد اجتماع مشترك بين مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم وربطة الاندية المصرية المحترفة مع لجنة الحكام برئاسة الانجليزي مارك كلاتنبرج وتكرر اقامة الاجتماع يوم الاثنين المقبل الساعة اثنين زهرا لمناقشة اوضاع التحكيم وسبل تطويره خلال المرحلة المقبلة ومراجعة الامور التحكيمية السابقة ودراسة كيفية معالجتها ده البيان ده بيان ايه اتحاد الكرة البيان الاعلامي اللي قال فيه انه هيبقى فيه اجتماع مع كلاتنبرج يوم الاثنين في حضور ربطة الاندية كواليس رقم عشر كواليس برنامجنا لهذا الاجتماع اولا لحضراتكم وبعد كده ندردش مع بعض يلا بينا اتحاد الكرة اعلن عصر السابت عن عقد جلسة مع كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بحضور ربطة الاندية يوم الاثنين المقبل وهو الاجتماع الثاني مع الخبيل الانجليزي خلال اسبوع حيث اعقد الاتحاد اجتماعا معه الاسبوع الماضي بمشروع الهدف ماشي اجتماع الاتحاد والربطة مع كلاتنبرج سوى الاساسي هو وجود العديد من التحفظات لتربطة الاندية على اداء لجنة الحكام في ظل الشكاوى المتكررة من جانب العديد من الاندية رغم مرور 13 جولة فقط من عمر الدوري الممتاز حيث ترى الرابطة ان بصمات كلاتنبرج لم تظهر حتى الان ترغب رابطة الاندية في التعرف على خطة كلاتنبرج لتطوير التحكيم ومدى تفاهمه للاخطاء التي يقع فيها الحكام وكيفية علاجها والعقوبات التي توقع على الحكام في حالة ارتكاب اخطاء خلال المباريات رابطة الاندية ستطلب من كلاتنبرج الرد على بعض التساؤلات الخاصة بالتعينات وعلى رأسها تكرار تعيين اسماء بعينها لبعض المباريات مثل محمد معروف للبرامدز ومحمد الحنفي وقل فرحان لفيوتشر من اهم اهداف الاجتماع هو رغبة رابطة الاندية في متابعة لجنة الحكام باستمرار خصوصا وانها المسؤول الاول عن الاندية ومصالحهم كما ان الاندية ترسل شكواها ضد الحكام للربطة حيث كانت تريد الربطة ان تكون لجنة الحكام تابعة لها الا ان لائحة النظام الاساسي حالت دون ذلك ترفض رابطة الاندية اي مساس بالانجليزي كلاتنبرج حتى يحصل على فرصته كاملة على ان يتم تقييم التجربة نهاية الموسم الجاري خاصة وان عقده مدته موسما واحدا فقط نقول بقى الكرام اللي ينفع يخش العقل وحدة وحدة كده نمشيها وحدة وحدة لعل وعسى لعل وعسى نفيد بعض اول حاجة اول حاجة كان فيه اجتماع من اسبوع بين اتحاد الكرة وكلاتنبرج وساعتها قلت لحضراتكم ان بيان اتحاد الكرة بعد الجلسة مع كلاتنبرج بيقول بين السطور احنا مش راضين عن اداء لجنة الحكام البيان ما قالش كده نصا بس كان فيه كلام من نوعية مش عاجبنا الاداء التحكيمي عايزين تطويل التحكيم عايزين حكام شباب عايزين تغييرات في لجنة الحكام البيان كان بيقول كده بعد الجلسة مع كلاتنبرج تمام؟ قعدنا وخلصنا واللي حصل حصل وساعتها قلت لحضراتكم حاجة مهمة انا كاتحاد كرة عند اجتماعات يومية مع كثير من اللجان والموظفين عشان تسيير عملية الاتحاد ولجانه صح؟ يوميا ده بيحصل وإلا ما بيشتغلوش هم بيشتغل ماشي ايه اللي بيخلينا كل شوية نطلع ان احنا هنجتمع مع كلاتنبرج ايه اللي يخلينا شوية بعد الاجتماع نقول اللي حصل في الاجتماع ايه يخلينا نعمل كده وانا قلت لكم وقتها واقرارها تاني اتحاد الكرة عايز يقول اجماعة انا جبت لكم خبير تحكيم اجنبي كبير ما حتش قل شوية بقى يقول لي اتحاد الكرة والتحاد الكرة والتحاد الكرة كلموا كلاتنبرج او قولوا ان كلاتنبرج هو اللي وحش او قولوا كلاتنبرج هو اللي عنده مشكلة اي دي بقى اول حاجة هنقف عنده النهار ده لا انا عايز اتحاد كرة يحمي رئيس لجنة الحكام يحمي الحكام المصريين انا انا عايز اتحاد الكرة يعمل كده طيب فرضا اتحاد الكرة اصلا مش مقتنع باللي بيعملك لاتنبرج يمشي انا ضد الفكرة دي تماما بس حراكة يسكن انت مش قادر تحميها عشان انت مش مقتنع بقى في كرة او بشغله ماشي هتبقى حد انت مقتنع بيه عشان تتحمل المسؤولية لكن فكرة النهار رفع ايدي ولا مليش دعوة النهار ده اجتماع الاسبوع اللي بعده رابط الانداية متضايقة عشان هي الممثلة عن الانداية فنعمل اجتماع تاني طيب انا لو كلاتنبرج لا الوضع ده هيبقى بالنسبة لي مريب شوية غريب شوية طيب سيبوني اشتغل شوية طيب سيبوني اطور انا اكيد ما بطورش خلال سبع تيام طيب دي جزئية جزئية تانية خلونا منطقيين مرة واحدة بس عشان نعرف نطور بصوا خلاصة الخلاصة كده كده مفيش نادي في مصر راضي عن التحكيم طيب خد اللي بعدها مفيش نادي في مصر لو سألته هو جماهيره قلت له طب انت ايه الحكم اللي انت بتحبه او شايفه انه هو فيه جميل وشاطر مش هيقول لك اسم انا كده كده هاعترض على التحكيم طول الوقت كده كده هاعترض على التحكيم طول الوقت ليه عشان كل نادي في مصر كورة يعني عنده اخطاءه اللي بيمشي مدربين كتير اللي ما عمدش صفاقات كويسة اللي مش مستقر مع لعبته في المستحقات كل واحد في مصر في الدول المصري عنده مشكلة كل ادارة عندها مشكلة كل جايز فني عنده مشكلة كل لعيبة عندها مشكلة تمام هتلاقي اي حد عنده مشكلة بدل ما يشايل نفسه المسئولية هيقول لك ايه الحكم طيب هل الحكم ما بيغلطوش لا بيغلطو هل الحكم في مصر اخطاءهم كتيرة اه هل احنا عايزين تطوير جدا 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 بس بقى كدلك لو احنا بقى الحكام اللي عندنا كلهم حكام الدولة الانجليزي يعني جيبنا حكام الدولة الانجليزي كده وقالنا محكمه في الدولة المصري وجيبنا رئيس لجنة الحكام بتاع انجلترا وقالنا لو تعالي هنا في مصر كده كده هيبقى في انتقادات اه مش بسمي اندية بعينها بتعترض كل اندية بتعترض طيب يبقى احنا وقفين عنده دقطتين مهمين اول حاجة اتحاد الكورة ولجنة الحكام لازم يطور الحكام بتاعنا عشان الاخطاء تقل مش تتلغي النهاردة حرب في الدولة الانجليزية حرب شاستر سيتي مؤلع الدنيا عشان هدف احتسب لمانشيستر ناديد وبيقول عليه تسلم حرب كيكها بتحصل اخطاء هتحصل هتحصل كاس العالم كمالين اخطاءها برضو عادي بس نقللها ما تبقاش اخطاء سازجة بتبقى اخطاء العدية اللي هي بتبقى مؤسرة بالمناسبة بس مفهوم فيها خلاف في وجهات النظر ما تبقاش حاجة واضحة كده ففي اخطاء هتحصل فده مسئولية لجنة الحكام واتحاد الكورة اتحاد الكورة بقى نفسي اشوف اتحاد كورة بيحمي لجانه احمي لجنة المسابقات لما كانت لجنة المسابقات في اتحاد الكورة اللاطسي مع الربط احمي لجنة الحكام احمي لجنة الانضباط احمي لجانك احمي موظفينك احمي اعضاء مجلس الادارة احميهم خليك صارم بس عشان تبقى صارم لازم تبقى كل تصرفاتك صحيحة من نسبة 100% بمعنى انا ما بفهمش خالص ولحال الوقت مش فهمها وكان معيك كابتن محمد فاروق نابر رئيس لجنة الحكام من يومين وهو ايضا اكدها لي يعني كنت بقولي امكان انا مش اخد بالي كده ان هي بتحصل انا ما فهمش يعني ايه نادي بيبعت يقول انا مش عايز الحكم الفلاني يعني ايه نادي يبعت لما بيبعت طبعا انا مش عايز الحكم الفلاني هو فعليا ما بيحكملوش بعد كده فترة يعني لا لا حاسب الحكم يعني النادي سين الحكم ده كان بيحكم له اخطأ خطأ كبير حضرتك في لجنة الحكام اعطى عقبه بالاقاف مثلا اسبوعين ثلاثة براحتك بعدها يحكم للنادي ده عادي لك انا كل يوم والتاني الاقي نادي يقول لك ايه احنا رفضنا الحكم ده قبل كده وبيقولوه عادي في بيانات نعم ازاي يعني ده بيحصل فين ده طيب من ناحية تانية ما هو النادي ده لما بيرفض بيرفض حكم وما بيحكملوش فعلا بعد كده فترة طويلة يعني النادي اللي جنبه طب انا كمان مش عايز الحكم ده طب النادي التالت انا كمان مش عايز الحكم ده النادي الرابع انا كمان مش عايز الحكم ده فبتكتشف ايه انك حتى مش لاقي حكام يحكمه المباريات مش لاقي لا هم دول الحكام اللي عندي هم دول اللي هيديروا المباريات انا ما كلمت حد الكورة هم دول اللي هيمشوا المسابقة واللي هيغلط فيهم هيتعاقب بس عقاب حسب لاقي حتحطها لجنة الحكام وبس مش الانداية هاي اللي تخط العقوبات مش الانداية هاي اللي تقول ايه انا كمعي كابتو محمد فاروق بيقول لي عشان الانداية متحسش ان احنا بنعند معاهم نعم برضو مع حاجات ما بتخشش العقل انت يا جماعة شفتوا فين قبل كده في اي دوري في العالم في الدوري الاسباني الايطال الانجليزي الهندي السنغافوري اي دوري في العالم في نهاي دي بيطلع يقول انا مش عايز الحكام الفلاني لا ولجنة الحكام او اتحاد الكورة بيطبقوا لهم اللي هم عايزينه اولا ده ما بيحصلش واكيد بالتبعية ده مش هيحصل فكرة ان احنا عملينا بالحب كده لا لا يا جماعة احنا عايزين مسابقة سليمة وحكام نحميهم وهم يحمونا يحمونا المسابقة بتاعتنا يبقوا متطورين يبقوا اسكية يبقوا ناس جريئة ما بتخفش ما بتقلقش ما بتحضش داخل ضغط ياخدوا كارات بسرامة حكام الفل يبقوا مركزين ومتطورين بشكل كبير عايزين مستوى التحكيم مازال في الكورة المصرية لا مش مستوى كبير بس برضو احنا ما منينديش حد فرصة يشتغل واقلات برجي دلوقتي موجود وبيشتغل او بيحاول يطور فرضا يعني لسه ما شفناش ده مش شفناش عشان بس انا بحب بكلامي واضع عشان بتقولش ده طالعي دافع على كلاتن برجة واتحاد الكورة خالص بالعكس انا قلت هنا انا لحال الوقت ما شفتش امارة ما شفتش تطوير بس هي الحكاية مش شوم وليلة هي الحكاية مش شوم وليلة مش زي ما مش عايزين نتعامل مع اللجان ديت او مع رئيس لاجل الحكام زي ما من نتعامل مع المدربين في مصر انت اخرك يومين تلاتة انت اخرك اسبوعين تلاتة ولو ما دتنش امارة تمشي ده كلام فارغ ده ما بيحصلش اي حد بيتطور محتاج من مدته ووقته ونحاسبه في الاخر ونحاسبه في الاخر يعني هو لو مش كلاتن برج النهاردة بكرة هنجيب مين وهنجيب اللي انت كنت بتنتقده قبل كده وهنمشيه ونجيب واحد غيره هنمشيه لا لازم نستاخد فرص كاملة وارجوكم نفسي اشوف اتحاد قوي تب اقولك حاجة هنفسي شوف اتحاد وربطه خدوا قرارات صارمة وقوية ويسيبونا نطلع ننتقدكم يعني نطلع نقول ايه رابطه كانش مفوض تعمل كده الاتحاد ما كانش مفوض يعمل كده بس اعمل اللي انت شايفه صح ومتأكد انه هو صح بلاش المواقمات بلاش المجاملات بلاش انه ده هيزعل وده هيتدايق بلاش ما احنا منزعل وندايق احنا ابدأ منزعل وندايق يبقى مش انلاق حل يبقى مش انطور كده كده جمهور الكرة عمره ما هيرضى طبيعة الحال عمره ما هيرضى غير وهو كسبان هل كل الانداء اللي في مصر هتكسب مستحيل مش في مصر اي ناق يعني هل مثلا كل مسابقة الدوري هياخده الدوري هو واحد بس اللي بيكسب الدوري هيبقى راضي غالبا يعني مش بيبقى بنسبة مية في المية بس غالبا هيبقى الاكثر رضا البيئة كله هيبقى متدايق هيبقى متدايق من التحكيم وهيبقى متدايق من المسابقة هيبقى متدايق من الملعب وهيبقى متدايق من المدرجات وهيبقى متدايق بالشاي والسكر وهيبقى متدايق من المية اللي في التلاجات هيبقى متدايق من كل حاجة عشان بيغسر هنمسك بقى كل واحد متدايق هنحاول نراضيه طيب عشان تراضيه تركز بقى تركز في مسابقة سليمة فيها ملاعب سليمة مدرجات سليمة حكام بشكل رائع مسابقة أو نظام مسابقة شكل سليم تركز في شغلك وانسى الضغوط نفسي اللي بيديره الكرة في مصر يتخلصوا من الضغوط كده كده هتفضل موجودة تخلص انت منها بقى واشتغل طيب وأنا داخل الهواء النهاردة خطرت على بالي فكرة بمناسبة بيانة اتحاد الكرة اللي فيه اجتماع مع تلاتين برج ده قلت خش اشوف على الصفحة الرسمية على الفيسبوك بيانات اتحاد الكرة في آخر شهر طبعا يعني ما كانش فيه وقت بس يعني لو عدت لسنة مش هلاقي حاجة بس قلت آخر شهر عايز اشوف مثلا مثلا يعني اتحاد الكرة يجتمع مع المدربين الشباب في الكرة المصرية عشان يشوفوا صبل تطويرهم وتعليمهم والكورسات التدريبية اللي ممكن ياخدوها عايز اشوف مثلا اتحاد الكرة يجتمع مع رؤساء الاندية عشان مش عارف ايه عايز اشوف اتحاد الكرة يقول مثلا اتحاد الكرة هيجتمع مع قطاعات الناشئين في الاندية عشان نضمن ان يبقى فيه ناشئ جيد للكرة المصرية في المستقبل فخطة العمل وعملة ازاي عايز اشوف الحاجات اللي هي المفروض الدوري الاساسي لاتحاد الكرة اتحاد الكورة هو اللي المفروض بقى يركز مع المنتخبات والوطنية يشوفها ازاي تتطور يشوف ازاي النواقص اللي كانت عندنا عشان لما نيجي نخسر ما نجيش نقول بقى ايه فينا جماعة على الاهتمام بقطاعات الناشئين فينا جماعة على المحترفين المصريين فينا جماعة على الملاعب عاملة ازاي والنجيلة عاملة ازاي ونقعد نقولي الكلام ده لما المنتخب مصر يخسر بس وبعد كده ننسى بقى المنتخب اربع او خمس بيانات متعلقين بالحكام اخر شهر في اتحاد الكورة على الصفحة الرسمية مرة اجتمع مرة تعينات حكام مرة مش عارف الحكام بيؤدوا ايه مرة حكامنا بيروحوا فين اتحاد الكورة اصبح اتحاد للحكام بس يتحدث فقط عن التحكيم بس اتحاد الكورة اصبح دور ويقتصر فقط على لجنة الحكام نتحدث مع اتحاد الكورة عن لجنة الحكام اتحاد الكورة يحدثنا عن لجنة الحكام لا 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 اتحاد الكرة دوره اكبر من كده بكتير قوي والهدف الاساسي الاتحاد الكرة الان في وجود رابط الاندية المتخصصة في الاندية والمسابقة وخلافه منتخبات مصر الوطنية وقت ما خرجنا من التصفيات النهائية المؤهلة الكأس العالم كلنا بدون استثناء بنصرخ على تطوير الكرة المصرية وحطينا حلول وقالنا مش عارف نعمل ايه والناشئين ايه ومحتاجين المحترفين يزيدوا ومحتاجين كمان نجيب لعيبة من برة ومحتاجين المسابقة يبقى شكلها عامل ازاي والمدربين بتوعنا محتاجين نطورهم ازاي كلنا كل اللي بشتغلوا في الاعلام قالوا كلمتين دول بعد ما خرجنا من التصفيات المؤهلة النهائية تكسل على ممعانا اتحاد الكرة بكامل اعضاء نسينا بقى نفس اللفة ننسى شوية ونفتكر مع اول اخفاق لا احنا ننسى احنا كناس بتشتغل في الاعلام ننسى عندنا كل يوم احداث وبنطلق وبنقول اخبار وبنقول حاجات وبتاع ننسى احنا انت بقى اتحاد الكرة ما ينفعش ابدا تنسى هذا الدور الرئيسي والاساسي فعملك داخل الاتحاد لكن كل يوم اجتماع مع كلاتنبرج ماشي عشان فيه اندية اعترضت من يومين الاسبوع اللي فات كان فيه اجتماع مع كلاتنبرج عشان فيه اندية اعترضت قبلها بيومين الاسبوع اللي جاي في الدوري اندية اعترضت فنعمل اجتماع تاني مع تالت مع كلاتنبرج اجتماع رابع مع كلاتنبرج ايه ده بندور بندور في مصر في الكرة المصرية على الحكام وبس وبس قلولي كده يا جماعة حضراتكم سمعتوا ايه من اتحاد الكرة عن تطوير قطاعات الناشئين في مصر سمعتوا ايه عرفتوا ايه طيب قلولي كده المدربين الشباب الكتير اللي في مصر اتحاد الكرة نظمنهم كم دورة في الفترة الاخيرة طيب قلولي كده مثلا مثلا يعني احنا عندنا عدد كبير من المحترفين المصريين اللي ما حدش يعرف عنهم حاجة في اوروبا وكلمنا عندها اكتر من مرة هل تعرفوا اتحاد الكرة او اتحاد الكرة لكم كم واحد مثلا موجود دلوقتي او هيبقى موجود الفترة اللي جاي هم حطوا قائمة كده فيها اسماء كل الناس طيب مين اللي هيبقى موجود في منتخب الشباب اللي في كأس الأمم من اللي هيبقى موجود في المنتخب الريمبي طيب العناصر ديت هي عناصر كويسة فعلا وله هم مجرد شباب بيحملوا الجنسية المصالية موجودين في الروب بس ممكن ميبقاش كويسين هل احنا عرفنا حاجة عن ده احنا بنعرفش حاجة غير اجتماع اتحاد الكورة مع تلاتنبرج هو ده بس اللي بنعرفه عن اتحاد الكورة وبس او حسب ما كنت بقى 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 في البيان سفر الاستاذ جمال علام مش عارف لحضور ايه جلسة ايه في الجزائر مش عارف فين في فرنسا فين في أسماع انا مش عايز مع كامل الاحترام للجميع تمام يبقى بيانات اتحاد الكورة مجرد حاجات ما تهمنيش انا كمشجع للكورة المصرية ده انا عاشر في التطوير بقى وريني التطوير على فكرة بالمناسبة يعني مش هم محبش اقول كلام مورمي وخلاص هم ممكن في اتحاد الكورة يكونوا شغالين من نار وبيتطوروا كل حاجة ممكن وارد حط نسبة ما انا معرفش فهو اطلع اقول ان انت ما بتعملش حاجة ليه انا اطلع اقول كده ما انت ممكن تجي تقول لي ايه ما دي حاجات احنا بنعملها جوال الاتحاد انت مالك بيها لما تشوفوا نتائجها هتعرفوا طب اش معنى بتقول لي كل شوية نتائج مع كلاتنبرج اش معنى كلاتنبرج بس الحدث عندك وبتعرفولي ما لو انت عايز تشتغل في المداري وده حقك بالمناسبة في الغرف المغلقة براحتك تمام ده ينطبق برضه على جنة الحكام وكلاتنبرج وخلافه بس انت بتطلع لي كلاتنبرج للنور كل شوية بتطلعي الحكام للنور كل شوية لا طب انا في حاجات في النور انا عايز شوفها اكتر من الحكام بصراحة يعني ومرة مليار بقى مليار يا جماعة لا في رئيس نادي ولا مجلس ادارة نادي ولا مدير فني النادي ولا لعبة نادي هيرضوا ابدا عن التحكيم ولا جمهور طبعا جمهور في المطلق ما بيحبش الحكام يعني الحكامة لهمش مشجعين ولو انت محسمت ليش قاوت هتدايقني يعني كده كده لو انا مشجع وحقهم لو مشجع الكرة بيفرج بين فعلاته انت بقى احمي الكلام ده احمي حكامة خليهم ناس جريئة في الملعب احنا بنشوف بعنينا لا في حكام كتير بينزلوا المباريات القانين مترددين خايفين يبقى القرار واضح يقول لك سنة سنة اسمع الفار تسمع الفار ليه ده ده اي حد هيشوفه ولما يسمع الفار لا لا بس هو انا احسبها طب لا اروح اشوف الفار احسب بيقلقوا ما هو بيقلقوا عشان بيتدقتوا طول الوقت وبصراحة شديدة بصراحة شديدة ما فيش حد بيحميهم انا مش بقولين حكامنا دول اعظم انا مش هعمل الكلام ده انا حكام المصريين اعظم لا احنا عندنا حاجات محتاجين ان نتوار بس برضو احمل بشر انا ازاي هنزل اشتغل وانا مضوط وانا ده هيشتمني وهيهجمني وده هيشتمني وهيهجمني وكمان اللي انا او مديري مديري اللي هو اتحاد الكورة او لجنة الحكام ما بتحمينيش طبعا انا كده ده انا كده انتو رمييني للنار هاخد قرارات ازاي ده في الدول الانجليزي بيقولك لو في لعب خط طرد وقف تكلم مع الحكم شوية هتوقف هتضاعف العقوبة احنا عندنا اللعب اللي بياخد طرد بيقعد ست ساعات في الملعب يعترض هو والجهاز الفني وبقى اللاعبين واخناءة وطويلة ونقعد ربع ساعة مستنيين فيش اي نوع من انواع الانضباط خالص طيب ده بقى بيأثر على ايه وانت يا سيد يا نادي لما بتقعد تضغط على الحكم وتقول الحكم ده مش عاجبني او الحكم ده ما بحبوش او الحكم ده مش عايزه في المباراة بتاعتي لما بييجي بقى يدل لك مباراة بعد 17 اسبوع وده غلط طبعا مثلا هو بينزل المباراة ده بيبقى عامل ازاي عنده خيار من الاتنين شوف الضغط اللي عليه انه يجاملك عشان ما تدقيقش عليه تاني فتخليه بعد عن مباراة دك 17 مباراة مثلا فدي تبقى مشكلة كبيرة جدا للنادي اللي بيلعبك او او عايز يثبت بقى انه هو جامد جدا فيظلمك تاني انه انا ما تخضتش ولا خفت من اللي انت عملته ما تحطه تحت ضغط حسابية تعملت دور في دماغه مش عارف اشتغل عادي انا دايما بقول سيبوا الجمهور يتدايق بقولك النهاردة على تويتر بقلب جمهور منشستر سيتي مسكين الحاكم اللي كان بيدين مباراته مع منشستر ينايتد غسيل ومكوى غسيل ومكوى بيب جورديولا بعد المباراة في المؤتمر الصحفي بيقول اه معشان المباراة في أولترافل الحكام بتخافه يا في أولترافل عادي عادي الانتقادات بتاعت الحكام بتحصل في كل حتة في العالم مش بقول صح بس عادي بتحصل هل بقى رابط الاندالة الانجليزية والاتحاد الانجليزي ولا 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 هيطلع يقول احنا هنوقف الحكام ده احنا مش مش هللعب الحكام ده تاني الحكام ده مش هيدين مباراة لمانشستر سيتي تاني فيش بقى يعني انا بقى عايزة فتفت في الكلمتين اللي انا عايزة اقولهم لحضراتكم عشان احنا زي ما قلت لكم بنقعد نلف في نفس الدايرة ما بنطلعش منها كل موسم كل موسم والله والله كل موسم ده الواحد بيفرج على كورة هو بقاله بتاع عشرين سنة تمام نفس الكلام ونفس المواقف ونفس الاكشن ونفس الحكايات وحكام ورأسة لجلد حكام بتتغير مئة مرة ولا عمرنا رضينا على رئيس لجلد حكام ولا عمرنا رضينا على حكام فكرني كده انت مش بتطرج عليها هدلوقتي فكرني اقول لي ايه الحكم ده انا كنت بحبه جدا لما كان بيحكم لفريق كان حكم عادل عمرك ما هتحب حكم بس انت مشجع براحتك انا اتكلم عن الناس اللي بيديروا الكورة يبقى المفروض ما يبقواش مشجعين المفروض يبقوا فاهمين ان الحكم وارد يصيب وارد انه يخطئ ده بيحصل احنا شغنيتنا ايه او شغل اتحاد الكورة ده ايه او لاجن الحكام ايه طور على قد ما تقدر قلل الاخطاء على قد ما تقدر بس الاخطاء هتبدل موجودة ولما هيبقى فيه اخطاء مش هتبدل كل شوية تردق وتوافق على غضب الاندية والغضب هيبضل موجود مش هتخلص مش هتخلص بالمناسبة رابط الاندية النهاردة اصدرت عدة كرارات تخص الجولة 13 من عمر مسابعة الدوري المصري الممتاز تعاوا نشوف كرارات رابط الاندية النهاردة مباراة الداخلية والبنك الاعلي تغريب نادي الداخلية 20 الف جنيه للاعتراض الجماعي على الحكم مباراة بيرامدز وفيوتشر تغريب نادي بيرامدز 20 الف جنيه لسباب الجماهير وعشرين لأ استدى تغريب نادي بيرامدز 20 الف جنيه لسباب الجماهير مش عاماش ممكن يكون برامد بقى ليه جماهير تمام 20 ألف جنيه أخرى بسبب تجمع اللاعبين حول حكم المباراة للأطراض دي أقوبات طيب أكمل محضراتكم إيقاف عبدالله السعيد مباراة واحدة بعد الطرد للإنذار الثاني وتغريم عبدالزاري الساعة المدير الرياضي بندي فيوتشر 20 ألف جنيه لتأخر تسليم السكورشيت للحكم في الموعد المحدد مباراة الإسماعيلي والمقاولون تغريم الإسماعيلي 20 ألف جنيه للسبب الجماعي و20 ألف جنيه أخرى للتجمع حول الحكم للإعتراض مباراة الزمارك والاتحاد السكندري غرام 20 ألف جنيه على الزمارك لعدم حضور فريرة المدير الفني المؤتمر الصحفي بعد المباراة مباراة الآلي والمصري تغريم النادي الآلي 20 ألف جنيه للسبب الجماعي و20 ألف جنيه أخرى للتجمع اللاعبين حول الحكم للإعتراض تغريم النادي المصري 20 ألف جنيه للسبب الجماعي طيب طيب معي عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يا كابتن عامر مشرف ومنور لا أخبر حضرتك كله بخير كله بخير الحمد لله طيب أنا كنت لسه بتكلم قبل ما حضرتك تدخل على طول على الاجتماع المزمع قمته مع كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام خلال 48 ساعة وقلت اتحاد الكرة بالفعل كان مجتمع مع كلاتنبرج من أسبوع مضى إيه الفرق من الاجتماع الأسبوع الماضي والاجتماع القادم إن شاء الله هو الفرق بس إن الرابطة تبقى ممثلة في النائب أحمد دياب حيبه موجود لإنه بتيجي شكاوة كتير على الربطة تحول الاتحاد الكرة للحولها للجنة الحكام ففي تسع أولاد كتير من الأندية بالسياسة اللي مشعلها لجنة الحكام فده الخاف الوحيد إن الرابطة تبقى ممثلة في النائب أحمد دياب في الاجتماع مرة الفاسد كان الاجتماع مجلس الاتحاد مع رئيس سجنة الحكام طيب يعني هل الاجتماع اللي كان مع كلاتنبرج الإسبوع الماضي أنا هقفلها على طول النقطة دي بس الاجتماع اللي كان الإسبوع الماضي مع كلاتنبرج ما كانش ينفع الاتحاد الكرة يبلغه لربط الأندية دون اجتماع آخر لا لا لازم يبقى موجود إن الرابطة يبقى مبسلة موضوع مهم بالنسبة لها وهي طبعا صاحبة الحق النهاية الممثلة للتمنتاشر النادي صاحبة الحق إن هي تقول كل المشاكل اللي بتقالها والمشاكل اللي بتجيلها من الأندية عشان هي الممثلة الشرعية للتمنتاشر النادي طيب كابتال عامل هل حضرتك كاتحاد كورة يعني راضيين عن أداء لجنة الحكام حتى هذه اللحظة ولا مش راضيين وهي هي الفترة اللي جاية طبعا هي تجربة لازم نعدي عليها مدة سنة كاملة على الأقل لأن طبعا نقدر لأي حد جاي في البلد مش بتعطوك مش حافظ شخصيات الحكام الموجودة مش عارف الظروف وطبيعة المباريات اللي عندنا مش فاهم الإعلام والضغوط اللي عندنا أمور كتير مختلفة عن اللي هو موجود فيه كل بلد مختلف عنه بالتالي هو في الاجتماع الفات أنا رأيتها في الأمور كلها في القسم الأول بقى مسيطرة عليها إنما بايت الدرجات كانت نحتاج بطل المساعدات لأن المباريات مش ملاعة فمش قادر يقيم الحكام في الأقسام التانية طيب كابتال عامل نقولنا حنساعده عن طريق المناصر نحن نسجله أكبر عدد من المباريات بالنسبة للقسم التاني عشان كل الحكام بس أنت الفترة اللي في حالك تتحدث عن الفترة القادمة الفترة الماضية ما حسناش كلنا بالتطوير اللي إحنا كنا مستنين مظبوط بس هذا التطوير ده موضوع نسبية مستحالة أن واحد في أربعة أو خمس شهور فلكن أتقورت الحكام إنما الحاجة الوحيدة اللي أنا شفتها يعني اللافذة نظري إن في حوالي أربعة أو خمس حكام من الشباب الضيارين الموارات بتاعتهم كلها مكانش فيها مشاكل ورغم إنهما راح الموارات قويات ممكن مش آآ من الزمالي كله يعني إنما كل الأندير موارشات بقت صعبة حيث أكشاف الموارات بقت صعبة جدا ما بقى شفي نادي كبير واتغير كل نتاج عجيبة جدا مفاجآ مفاجآ مباراة قوية جدا مهزوم من حرس الحدود وقت الوقت الدايا مهزوم من الحرس كان هو الأحسن في المباراة مهزوم من حرس في بعض فترات المباراة مهزوم من الحرس مهزوم من الحرس مهزوم من الحرس مش مصنفين إنما يعتبر مصنفين دلوقتي بالمجهود ونحسن المدربين اللي في الدوري بصراحة والإجابية صح الدخلية عاملة مراج قوية جدا مهزوم من حرس الحدود بدأ يخرج دلوقتي بيعنادي لكل الفرق مهزوم من بداية مش موفاقة مهزوم من حرس الحدود اللي احنا عارفينها إنما مقدين بشكل طيب طيب هل كابتن عامر اتحاد الكرة وانت أكتر من أكتر الناس اللي عنيت من انتقادات وهجوم كثيرا رئيسا للجنة المسابقات رغم الشغل الصعب اللي انت بتشتغله دايما في ضغوط مش طبيعية وفي انتقادات كثيرة كي بتيجي عليك نفس الأمر بيحصل لوقتي معك لاتنبرج وهو لسه زي ما حراك قلت لسه يعني بيتحسس خطواته هل اتحاد الكرة يحمي لجنة الحكام بالشكل الصحيح بنسبة كبيرة ولا الحماية محتاجت تزيد عن كده لجنة الحكام والحكام المصريين يعني بعمل موضوع نزدي لان اول حاجة اللي لازم الحكام هو كل المقاومات والإمكانيات والقانون بيحميه داخل الملعب فالنمرأ واحد لازم الحكام يطبق القانون لازم يتبقى شخصيته قوية لان الحكام ايام كان هو فهم القانون قدي ايه ولياقتل بدانية عالية بدون شخصية قوية المباراة هتفلت منه فبالتالي هيتعرض لضغوط سواء للجمهور او من على الدكتين اللي برا اللي بقى ضغط غير عادي من الاجهزة الفنية حشي ممكن بياخد باله منها يعني اقوى من الجمهور اللي خدت تعمل من الاجهزة الفنية بصبا صعبة جدا صحية فالحاكم اللي شخصيته مش قوية مش حقيقة برية من المباراة قوية فاني من واحد لازم الدعم من الحاكم نفسه لازم يكتب كل حاجة بتحصل واخدوا القرارات جوا الملعب على الاقل اللي بيساعدنا كمسابقات ما جيلي التعرير واضح بطريقة اتخذوا القرار وبتطبق اللي حالي اللي بعتناه لانديه انما الناس بتبقى شخصية بعض الحاجات وبعدين افجأ ان الحاكم مش كاتب حاجة فبالتالي ما تاخدش قرار فالناس بتهاجمنا على ان انا ما خدش القرار انه ما خدش القرار اصلا وما ختبش في تقريره طبعا الامور دي كلها فاني من واحد الحكام نمن اتنين الحكام لازم طبعا بالدعم الحكام بتاعتها والراجل اللي بي اللي بيجيد لازم تكافؤه صحيح واحنا شفنا في الدور الانجليزي العدد الحكام اللي بتحكم في الدور الانجليزي قلاز جدا صحيح فمنفعش لازم بقى احنا عندنا الف حكام كل الحكام اتعود انهم كلهم عدنا عقبوا دوره ممتاز ودي حاجة مستحيلة صح لان الراجل برضو في الاجتماع قالك الحكام زل عيد منفعش اتدي له مباراة والعدد اللي عندي لو كل الحكام حدي اخد يبقى كل حكام المفروض ياخد على كل اربعة خمس جولات هاخد مباراة مم فايبقى حشاسية المرعب مم ولو اودتهم في القسم التاني كل الحكام يبقى مش هطلع حكام صغيرين في القسم التاني صحيح عشان يلا رقيهم بالدور الممتاز صحيح وانا بعمل بعد حكام علشان يبقوا دوليين في الفين ستة وعشرين مم فلازم اخد منجلس ضاير مم يعني الراجل برضو عنده حساباته بس برضو عنده الوقت لازم النفط لعمه طيب كابتن عامر اتقال انه في عنديها كتير بتابعت ترفض حكام بعينها لمبارياتها بسبب سوابق مع النادي ده اتحاد الكرة في الظروف اللي زي دي بيبقى موقفه ايه لا رسمي مفيش حاجة بتديرنا خالص اللي نادي عايز حاكم حاجة تعمل من القرآن زي حاجة تانية انها ما رسمي مش حاجة تقول انا مش عادي الحاكم دول يعني مجد ليش انا بغض الوقت تكتش بالربطة يعني انا حد مش عايز حاكم معين لكن عادي انا شفنا كل الحاكم بتحكم اللي عنده كلها اه طيب من الحاجات اللي مهمة جدا اه تخص بقى لجنة اه او اتحاد الكرة لسه قبل ما نروح لي لجنة المسابقات اه موقف كهرباء النهائي من المشاركة هل يشارك ام لن يشارك مع النادي دهالي في المستقبل القريب انا ده موضوع شائق شوية هو الخطاب اللي جاء من اتحاد الدولي اه يتفسر على اي جانب اه واحنا عاكتا منورر الاستاذ واضح من اتحاد الدولي اه فكل الردود اللي بتيجي من اتحاد الدولي بنبعث على طول للنادي الاهلي اه يعني لحد هذه اللحظة ما فيش رد قاطع بخصوص مشاركة كهرباء قول بالله طاح يا لا ارجع للجواب الاقلاني اللي هو القافل اللي هو الست شهور اه طيب وبعد كده من حق النادي انه هو يتظلم من اللاعب اه انه هو ما دفعش اللي هو نادي السماج في الفترة دي بتاعت الست شهور اه ومفروض انه هو يرجع على النادي بعد ثلاث فترات كيدي اللي هو ندي اللي من خارج يعني اللي كان فيه لكابتن كهرباء اه ده الخطاب اللي جا اه يعني معلش يا كابتن عامر وسمحني في الاسئلة المتكررة يعني لقاي الوقت لو حب يشارك كهرباء في المباريات القادمة لي له الحق ولا ملوش الحق اه اقول لحضورتك اه اتكلمني في المسابقة الحرد عليك على صور اه اه اقولك على الخطاب اللي جا اه تبسيره كده اه ما فيه تبسيره من وراء اه تبسيره بعد طريق يبعث يعني يلعب لا يلعبش يرد عليه نفس المصدس الحكم الأولين الخالي اللي بقوله الحضورتك دي طيب نلوح للمسابقات المسابقات موقف النادي الاهلي خلال مشاركته في كاس العالم الأندية هل تأجيل مباريات للنادي الاهلي هيتأجله كم مباراة وهل التأجيل ده ممكن يأثر على موعد انتهاء الدولي ولا اه اكيد طبعا ممكن طبعا طبعا كان شيء محطوظة في العجل ولا معاد البطولة ولا من الاهلي كان يشارك محطينا التسعة وعشرين جولة واعلنتهم قلت ممكن اعلى من الارمعة وثلاثين جولة زيما الناس كلها عايزة انما زروف الملاعب وعندي كتير مشترك في ملعب واحد فالتالي لازم اصيب اخر جولة عشان شوف من اللي بينافس ومن المهدد بيهو اه سنعبهم في توقيف واحد اه فطبعا نأ فيه طبعا حيبا فيه مواليات من النادي ممكن تؤخر الدوري انما كل ذا متوقف على جوكل الاندي في افريكا ما هيكمل من مش هيكمل ان دي الاهلي حيوصل لحد فين في كاس العالم الاندية فهيتأجله كام مبنى عجلات كتير متعلقة نحيوصل نهاية كاسموت عشان كان فيه نهاية يوم حتى فبراير صحية فبالتالي الاهلي لو وصل نهاية كاسموت مش عالعب النهاية في النهاية عيتأجل يعني امور كرور كتيرة من متشابكة كلها فانا ان شاء الله بعد المبارياتين بتوعب للنهاية ممكن اعلم الجولة خاصة من الرؤور على رصة معمولة بارحة الأول والله يا كابتن عامر يا دايما بشفك عليك جدا في لجنة المسابقات دي على مر السنين اللي فاتت دي كلها يعني الحلاك قلت ده في اللحظة عادت افكر قلت طب كله داخل في بعضه هتقعد تحدد المباريات ازاي وكده كده احنا من الدايق وكده كده بنانتقد بعد كده بس اكيد الامر صعب جدا ومعقد جدا لأ امور معقدة جدا جدا الحقيقة يعني رغم السنين دي كلها وبطل عاصفح اللي ما برضو محدش بيراي وبرضو بيقالوا يهاجموا يعني قلت لحظة كان حاجة من كلهم مطابفين ببعض دلوقتي صحيح انا طلع بط لما احدد معاد بديل للنادي الاهلي اخر مواعيد كانت في الدورة صحيح احدد مكان المباطل ارب المتلاخة مركز العالم الاندي فراح اخذ مواعيد تانية انه هو يوم ثلاثة فالتالي يوم ثلاثة ده كان فيه مطسط للآل صحيح طيب كان فيها كابتن عامر بعض الانتقاضات تخص مواعيد المباريات لبعض الفرق انت تبعت اكيد البيانات اللي كانت في الفتحة الاخيرة بس انا كنت بسأل دايما هو ليه الاهلي والزمالك تحديدا مايلعبوش بالنهار بمنطق العدالة من جانب ومنطق تاني فايدة للاهلي والزمالك اللي بيروحوا يلعبوا في مباريات في افريقيا بالنهار ما بيكونش بيشاركوا مباريات بالنهار كتير في الدور المصري هل ده ليه علاقة بحاجة ليه علاقة بالبس برعاية ولا لا طلبات من الاهلي والزمالك فقط يعني اقول له حضرتك اول حاجة ان في الكندام يبقى صحيح مثلا في ملعب زي اسوان ان فينا تلعب بالنهار ولا تلعب بالليل كل مباريات في اسوان عشان فيه مشكلة في الكهرباء يلعبوا كل مبارياتهم بالنهار شوفنا الزمالك يلعب بالنهار والان جاء كلها تلعب بالنهار نمر اثنين بالنسبة لنادي بيرنز عنده اربع مبارياتهم خوالي 8 مباريات كانوا في الدور الاول عنده مبارتين في الدور الثاني اللي هم اه الدوح ام شوفهم اربع مباريات نفس اليوم بيرنز والزمالك والقاعش يلعبوه في نفس اليوم اربع مباريات من الخمسة يقول لحضرتك عليهم ام لو تفتكر حضرتك وتشوف السنة دي وشوف اي سنة امم عندما سواءوا مباريات ليل مدريد وبرشلون امم في الصين بيلعبوهم ساعة واحدة الضهر وثين الضهر صحية عشان تتنقل هنا صحية ففي امور فيها امور تسوقية امم اه فيه كنارة فضائية واحدة بس هي اللي بتنقل امم فالتالي عندها اعلانات وعندها 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 امم وفيه اه حجم الجماهير للاندية وفي عندها جمهورية مقدرش ننكر الكلام دوت طبعا فالتالي لما تلعب المباريات ثلاثة اللي ربع الجمهور ده كله اللي عايز يتفرج يما مش هيروح الشغل يما الطلب عيقرابهم المدرسة يما هتبدأ مش عايزين حد يرى من المدرسة مش عايزين حد يرى من المدرسة يما هتبدأ تدس مع واحدة طبعا فبتعليه للناس كلها بتضرب الاعاد بتاع يعني امور كتيرة جدا اه يعني همي ما لهاش علاقة باقراملة نادي على اخر يا كابتن عامل عشكاك كنت عايز حلوك توضح يعني انما لو برمز بلع فيهم مش عالي اهلي ورازمالك اه عشر من اتنين الطبيعي لانه لو بتتكلم على اربع مباريات امم ومباراة عدلت اخيرة من دين تسعة مباراة اتعدله امم بعد قناة انتايم تلاتة ان هي قفلت امم فبالتالي باع فيه ارتباطات للقناة الاتين الدوري امم فمش برمز بس لتعدله معاد مباراة في الاخر امم انما ذو التسعة مباراة موائدهم اتعدلون لما كلهم محدش يتكلم عليهم اه حرج بتقول لي اه كابتن عامل معلش عشان اوضح بس حرج بتحدث على تعديل مباراة بيراميد زوفيوتشا الاخيرة هي واحدة من ضمن تسعة مباراة التعدل معايد تسعة مباراة تتعدلوا اه مش ديل وحدها يعني لا لا تسعة مباراة تتعدلوا اه انما هو الحقيقة اه يعني اه التراشف كلبين او اه 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 ما عارفش بقى بيقولوا يعني ايها ايه المهم بين الان بنسميها احنا بنسميها احنا في لفظ خفيف المناوشات المناوشات محدش بياخد اله بيئة المباراة اه يعني مثلا ان الاتحال ترانيكة اثناء اهل من استاد اسكندريا امم وفارقه الاهل اثناءل من استاد اسكندريا لابور بالعرب محدش اتكلم في الاسكندريا امم اللي كان فيه مارسون شيء زائد على اسكندريا مم لابور بالعرب صحيح اه 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 المية. مم. والمسافات بين المبارات بمية في المية. يبقى لازم اولا نلعب تسع مباريات في يوم واحد. عشان كله هيخد مسافات الراحة. قد بعض في المبارات اللي بعدها. طبعا. لكن انت بترقى بعد تلك ايام فاكلاه واحد مليح يوم زيادة عن النادي التاني. مم. انما بتتعوضه في المبارات اللي بعدها. مم. انت رأيين كل نادي. يجي على الحتة بتاعته. وميتكلمش ان هو اخد راحة تانية. اكتر من النادي تاني في مبارات تانية. صحيح. فالكل دي امور. اه الحقيقة. اه لو الاندي بس يعني اه 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 اركزت شوية جدول كله. مم. ويعملوا العدد تاني وزوية بتاع المباريات. مم. حتى كل الامور ديت احتمالات وحسابات. وانت بتحط الجدول. انت اعملها. مم. لما برمد بس يوم ما فوتش للزمالك للأهلي. طبيعا ان برمد فرقة متشافة. صحيح. وفرقة بتنفس. وفرقة فعال النجوم كثير. مم. زي اها زي اه اه زي 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 فيوتشار. مم. كل دي اندي ناس بتفرج عليها. طبعا. دي جي تامي الحسابات التانية. انت تامي عند الانديات جمهرية. مم. ان هي تلعف وقت واحد بقدر الامكان. مم. عندك المصري والاسماعيلي والالتحال والمحلة. دي اندي جمهرية كلها. طبعا. فلازم انت بتحط الجدول. ما تحطش مسلا من التحالة مع الا اه معيه في افقاته واحد. مم. بحاول ابعدهم في الجدول. مم. يمكن موضوع انه احنا التسع موعد دولة. لما جم في المعاد واحد. اه اه او تعغير موعدهم. بعد ان القناة الثالثة دي ما قفلت. مم. فبالتالي اضطرينا يمكن مرة ولا اثنين. ان في اندي جمهرية بتلعف ناس القويد. انه عندي معادين بدل ثلاثة في اليوم. مم. يعني كل جي سوى حبيبك انا اقولت لك كام احتمال دي الوقت وكام حزاب. انا 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 المداخلة دي عظيمة ليه. يا واتمنى كمان تكون عظيمة للاستادة المشاهدين. ان فيها كثير من التوضيح الامور اللي هي ممكن تبقى غايبة عن الناس كتير. وكتير بطبيعة الحال يعني. ده ده عمل حضرتك وعمل اتحاد الكرة ولجنة المسابقات. انه او رابط الاندية كمان. انه في شوية اه تفاصيل الناس بتبقاش عارفها فبتوقع تتنرفز وبتتعصف. فالكلام ده مهم جدا لك كابتن عمر. ايه. كمان لما نيجي في السيف شوية. ام. لما تجي تحط المباريات. ماشي ما اختار تحط المباراة بادري. هتختار اسكندرية ولا تختار القاهرة زي تبقى بادري. هتختار. ايه. هتختار اسكندرية. اسكندرية. تبارق خمس ست درجات عن القاهرة. طبعا. طبعا. ايه ده بتلعب البادري. صح. عشان درجة الحرق. اه. يعني حاجة من ضمن الحاجات برضوان. بعمل في السابق ايه. طب دي من تفاصيل مهمة جدا. طب اخر حاجة السوبر المصري الجديد بقى السوبر اللي المفروض هيقام بقى. هو مفروض السوبر الجديد ده هيقام امتى يا كابتن عمر? الاول. ما لقولت الحضرات دي المشكلة في النهائي الكاف دلوقتي. نهائي الكاف كمافوض تلاتة في فبراير. اه. ممكن ما تلعبش تلاتة في فبراير. اه. لو النهائي بقى اهلي. ودفاق بالزمالك وبرمز. اه. الاهلي شايدة للعب. اه. ودخلين على ارتباطات من اول فبراير. ارتباطات الاربع اندية في افريقيا. اه. عندهم كل اسبوع مباراة. اه. بتيجي في شهر ثلاثة عندك المنتخب الوطني الاول ومنتخب ال اليلومبي. اه. عندهم اجندة اولية. صحيح. في شهر ثلاثة. اه. ما نتخش على رمضان. وبلتلعش منتلعف صور في الخليج. بشأن فتعملو فرمضان. في رمضان. اه. ومباراة ومباراة عمضان نتخش على اله. مباراة دو حار. لان بعد اله مباراة في برضو شهر اربعة. مباراة في ثلاثة او في الثلاثة او في الثلاثة وبلتل تمانية وبلن نهاية ونهاية. اه. تبقى الهركين. حيلعب الصور. حيكمل. وايضا مجبول وعنده وقت من دلوقتي. ومن الان ليش حيكمل. مهم. وبعد انت في شهر خمسة تلاقي الحرة في اللي. خواب الزرج. مهم. هذه الحرة تبقى عالية جدا. مهم. فتح سويجين تلاقي المباراة. ما مش مشى قوي مع شكراية. مهم. فكل دي حسنة بكية آآ بسيطة. يعني هل 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 هل. لا انا مع حضرتك. لا والله انا انا ببتسم انا شايفت شايفني ولا بس ببتسم وانت بتتكلم عشان الموضوع معقد كده جدا فعل الله يكون فقونا حضرتك. هل كده ميدا الوارد. اني معاد واحد يا كريم. معاد واحد. آآ. يعني نزلت الجادة كل حالة. نزلت الجادة تسعة عشرين جولة. آآ. كلهم شلسلة واحد. آآ. يعني يجي موضوع زي كاس العالم الانبيه. او اي مباراة اجلت بتاعة المؤتمر. آآ. الفترة بتاعة المؤتمر. آآ. اللي احنا وقفنا فيها الدورة. آآ. سبعة واخدت بتاع الكاس. احطته في مكان كاس الربط. آآ. عشان مغارش معاد الكاس. عشان اقدر اعمل السور بعدها. آآ. فسكنت الناهنة الهنة وده الهنة الهنة عشان مقربش للجدر. راح جاب موضوع كاس العالم الانديه. آآ. ففيه ثلاثة اربعة مرهات معجلين للنادي احنا. هل رئالي بس العالم الانديه. هاي بقى بعد مباراولة. آآ. فيه رابعة. عشان يبقى فيه آآ. تلتة وربعة. تلتة وربعة. تلتة وربعة. صحيح. اول وثانية تلتة ورابعة. صحيح. يبقى الغزم حداشر. صحيح. فانت. يوم حداشر حيبقى عنده مطر. آآ. يوم سبعتاشر او طمانتاشر. آآ. فترة افر. آآ. فكان فيه مباراة قبلها. قبل اسماعيلي. آآ. هيرجع النادي الاهي يقول لك تضغيتني في المباريات فانا عايش شوية التأجيل فالزمالك من ناحا تاني يقول لك انا كمان عايز اعجل فبيرابنزي يقول لك انا كمان عايز اعجل فالدور يخلص. لأ ممكن انا ندرك انا لما انا اعجل ليه. آآ. وبعد كده تضغطني ليه. ماشي. آآ. انا هيجي في وقت. ممكن عنده اللي بتنافس مش مهم من الزمالك. ممكن اعجي نادي تاني. طبعا. اي نادي بقى. بنافس. طبعا. هيقول لك لأ انا مش هلعب. إلا. لما الاهل على مباريات المعجلة. حق. طبعا تعمل الاولى ولا تعمل التاني بقى. يعني هو الاولى مش هلعب. صح. هتجي بعد كده لك انه مش هلعب لما هو المعجل. مم. برضو حساب من ده حساب عدل على هذا الجدول. يا كابتن عامر بقى ان عشرين سنة في نفس اللفت. والله يا عشرين سنة. انت عارفت حيس ان الوحي مش عارف يطلع منها. يعني دايما. انا زي ما بقول لك انت الله يكون فوق. يعني 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 سنة عن مسابقات او سنتين. اه. وجدها افواد المكاني. اه. احملوش ومشو. اه. خيس. وكان كل الناس اللي برضو بتبتهمني ان انا ما بدش الاهل اسماعليا. الاهل برضو مراحش الاسماعليا. انا مش موجود. كل الحاجات اللي كانت المشاكل ده هيت. والملاعب والحاجات ده كلها. نفس الامور لو برضو حد رجع برضو للدورة الانجليزية. عشان لأول مرة. ان يكسل عالم افواد الموضع. دورات الاوروبية. مم. في مشاكل عنده. صحيح. دور الانجليزي لأول مرة يتأخر شهر. عندما هذا. مم. بنعبوا كل يوم تلاتة وارعة بعض. ده اختفار طبيعي. مم. تحس ان المرشاة متعادة. كل يوم تتفرج. صح. لأ دين الموضع متتعادة هي هي. صح. لا ومش ده مش العادي دعا الدولة الانجليزية. حيكون عمليستان دولة الانجليزية من الاسبوع للاسبوع. دلوقتي بين نزيل دولة مصر. يلعبوا يوم ايه. اه. كون سابتوا حد وسبتوا حد وخلص جمع وثابتوا حد وولا واحدة الاتنية. بزرزة. بزرزة. بزرزة اتنين وتلاتة واربة وخميس حتى كل الايام. صحيح. كل دوريات دور العزبانية حاكي بتلعب. اه. حد اللي عبد اعترض عن الريال مدريد. اه. ما كانش اعمل حسابه. اني في العالم الانجليزية في الوقت ده اه. ازعلان الريال مدريدي اللي هيروح اربع ايام يلعب ماتشين. اه. ان هو من المرفعين من الانجليزية كبيرة. اوروبا. انما احنا بيت الانجليزية بتلعب من الدول اول. صحيح. يعني كساها انت تلعب مبارد. البطل اوروبا بلا مباردين بس. طيب هرجع تاني هرجع تاني يا كابتن عامل للسوبر هل كده السوبر من المحتمل ان ممكن يتم يلغؤه? هقول له حدواتك هيا السهيدية موضوع تسويقي بقى. اه. لكن. ولا قرار انتحده الكرة الوحدة. اه. ولا قرار انتحده lho objective. ولا قرار ربط الوحده. اه. والانشارك معهم الشركة разработ. اه. ان في عقد من الشركة الرعية اه من الزواق. بالتالي في اطرف كتير تحديد المعادل المناسب. اول تحديد في معادل مناسب في الجدول. بعد ان تحديد المعادل المناسب للتركة الرعية. وهيئته الطاليف. لأنهم مشاهدين مبراجة تعاملين من بلاد كبيرة. اه. الموضوع تسويق بحث موضوعات الصوف اخر حاجة كابتن عامر عشان اطولت عليك وتعبتك جدا اهو الدوري مفوضة يخلص امتى المعادل محدد له انه يخلص فيه يعني الطبيعي عبد الكاسة عام الاندية تلاتين ست تلاتين ست بعد كاسة عام الاندية تتوقع يخلص امتى لا ما حبش توقع انه يتمسك عليك كلمة اه يتمسك عليك كلمة اه لما فهاش توقع بس هو قولا وحيدا هو مش يخلص تلاتين ست انا بقول له حضرتك برضو لو قلت ان دي متوقف على بشركة الاربع اندية افكا ووصلهم لانا على نقطة ولانا هو نقطة في الادوار دور التمانية هلقابل النهاية بالنهاية مم بكل دور نادي بيوصله مم هكن الاندية كلها هتقدر انت هتقلص الدوري وفي نادي لست ملعبش المصر اه يعني لو اتبارنا ان شاء الله انديةنا المصرية تشرفنا وتوصل لاخر نقطة بطولات افراكس اول كون فضلغية او دور الابطال ده معناه ان احنا مش نخلص الدوري تلاتين ست انا كده فاهم صحب هيبقى صحب اه اه بقول لحضرتك بحدي تلاتين ستة قبل كسرانا دي حط على القلل ثلاثة اربع مورات للنادي الاهلي لو اخذوا في اربع تيام ادي ستاشر يوم ادي خمع ادي ستاشر يوم دي ايادة عن تلاتين ستة يعني دي اشهري كمان اه كابتن عامر حراك شرفت ونورت اه كابتن عامر حسين وقعده مجلس الدولة الاتحاد المصري لكرة القدم بصوا الموضوع فعلا في منتهى التعقيد هو سهل جدا كلنا واحنا وقفين هنا نوعا ننتقد وانت شمعني اجلت دي وانت عملت كده ليه وانت لعبت ده ليه اه مش على فكرة ليس دفاعا خالص على الكابتن عامر حسين رئيس لجل المسابقات وقعده مجلس الدولة الاتحاد الكرة اطلاقا يعني اطلاقا انا بس دايما بحاول احط نفسي مكان اللي بيشتغل اول قبل ما انتقده وهجمه واقول ده صح وده غلط معقدة جدا واحنا عايشين كده ليه يا جماعة عايش تبقوا فاهمين بس احنا عايشين السنة دي كده ليه والسنة اللي قبلها كده ليه احنا دايما نبنوا نضغط نفسنا بنأجل الزمان ان شاء الله يا رب بإذن الله معرفة لاندية السنة دي ما يحصلش ده بنأجل من لاشي اللي هو في نادي السبح حاس انه زمان كنه بيحصل كده حاس ان الفرقة بتاعته مش كويسة شوية فاديني اسبوع يا عم تأجيل ديني اسبوعين بس ازبط الفرقة وبعد كده نلعب وفرقة اللي جنبها طبش معنا ديته اسبوعين ما تدينا أنا كمان اسبوعين فالدنيا كانت ماشية سداح مداح في الموسم يخبط في مؤمع والموسم اللي فات بيخبط في اللي بعد واحد كزا مع السنين ايام عمالة عدي وشهور وسنين عمالة عدي في حياتنا عالفاضي تضغط 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 فجأة تلاقي نفسك مضغوطة اكتر واكتر وسانا بعدها مضغوطة اكتر واكتر واحد كزا احنا السنة دي بصراحة بنحاول نحله يعني انا حاسس كده من دجل المسابيات والرابة لاندية بيحاول يحلوها من اول يوم بصراحة يعني انا كنت من كم يوم كنت اشيد جدا جدا بفكرة ان كل الفرق لعبة اتنشر مباراة كل الفرق احنا من سنين كانتلاقي فرق لعبة اربعة وفرق لعبة خمسة ولعبة سبعة تمانية اتنشر ما تلاقيه ما تفهمش وتقول ما ده جمع 18 نقطة من سبعة مباراة لكن اللي بعده جمع 18 نقطة من اتنشر مباراة تضغط تتلغبط اصلا اشت كنت عادة احضاركم جدول الدولي اتنشر مباراة احنا دخلنا في اسبوع الترتاشر اتنشر مباراة حاجة حلوة بس طبعا بيخش لك الابديت بقى الاهلي الحمد لله الحمد لله حاجة فخر المصر دخل كاس العام الانديوة وما كانش معروف او ما كانش متوقع ما كناش عارفين لو عارفين القصة فدخل كاس العام الانديوة وبالتالي يتأجلوا مباراة ان شاء الله ربنا يا ربي يوفق النادي الاهلي ويوصل للنهائي بإذن الله وياخد مدالية جديدة مش متوقع فطبعا ده فيه تأجيل مباراة لما الاهلي بيتأجله مباراة زي ما الكابتن عام الحسين قال لك كده لما الاهلي بتأجله مباراة تيجي بقى الانديا اللي بتنفسه تقول لك لا استنى ما أنا بنافس الاهلي أنا عايز يخلص مباراة الأول عشان نمشي مباراة مع بعض فيبقى حق النادي التاني والتالت والرابع وهكذا تبدأ اللافف نفس اللافة يعني ربنا يعننا جميعا بعد الفاصل هيكون معايا الكابتن الكبير كابتن أيمن ديجيش عدو لجنة حكام الكرة المصرية السابق بعد هذا الفاصل خليكم معايا موسيقى يهلا بحضراتكم مرة أخرى شرفني وينوارني الكابتن الكبير كابتن أيمن ديجيش عدو لجنة الحكام المصرية السابق واحد يعني لما بتيتكلم على الحكام المساعدين في مصر هو الاسم الأول هو زي نقولك ده عميد حكام المساعدين في مصر اسم كبير حكم دولي لسنوات طويلة إنجازات عظيمة جدا وإيبنتات أو أحداث كثيرة جدا شارك فيها كابتن الكبير كابتن أيمن ديجيش بالمناسبة كابتن أيمن ديجيش وإحنا داخلين دلوقتي الشباب في الإعداد قالوا لي أنه عنده خبر سعيد جدا وفاجئوني بالخبر السعيد قال لي كابتن أيمن ديجيش روزيكا بحفيدة جديدة قبلها كابتن أيمن أنت عندك كم سنة حفيدة إيه قال لي قول لي مبروك وخلاص ألف مبروك كابتن أيمن لبنا يا ربي فرح سعيد إن أنا موجود معاك وبشكرك على التهنية كيان مره أم الصفر دي أعدس حفيدة ليا ومعايا زين وريان زين وريان من بنتي كبيرة وعندي كيان بقى كوكي الجميلة دي من دينا بنتي الأصغر وعندي هادي بقى في الإعدادية خلاص وأجوزه بقى ماشاء الله كابتن لسا نتقولش عد يا كيمو لابا أنا لسا ده السؤال اللي بعضه على طول إسمك أنت عندك كم سنة كتاب عادي أنا هنخش على اليوم هنعرفه 34 عادي 34 لا أستخش يا جماعة أولونا كابتن أيمن صفارك تقامل عا الكلام دي الحمد لله ربنا يحفظ عبنك ربنا يديك الصح ربنا يديك الصح كابتن أيمن كان عضو في لجنة الحكام حتى الأسبوع العاشي من الدولة صحيح كده؟ مزبوط مع عكلات مبالجة مزبوط وفجأة استقلت من اللجنة استقلت ليه؟ لا هو بصراحة ما استقلتش يعني هو اللي حصل كريم عشان أبقى واضح يعني دايما أنا بحب أقولي يعني دايما الصراحة الصراحة والواقع معنديش جير كده أنا يعني وأنا كنت بحاكم كده وبعد ما بطل كده قبل كده واللي جاي كله هيبقى كده صحيح فأنا كنت ابتدينا الموسم ابتدينا اشتغلت كنت مسؤولة عن حكام المساعدين عملت قايمة وكنت عارفة عام تعمل سيستيم وحاجات زي كده وادوني كرتنبرج وبتاعملوا مجموعة حكام اختاروا مجموعة حكام مساعدين وادوني قايمة اشتغلت ان انا اشتغل عليها عدت عشر أسابيع كنت مسؤولة عن الحكام المساعدين هاي في الدور الممتاز وكان موجود الكابتن محمد فاروق كلمة كبيرة طبعا كان ماسك مسؤولة عن الحكام وكان الكابتن تامر دوري مسؤولة عن البر والحقيقة كان فيه تعاون كبير منهم كبير جدا يمكن الكابتن تامر من أفضل الناس اللي على مستوى العالم العربي في موضوع الفار ده حقيقة يعني ده حق انا بقول شهادة انا كنت موجود يعني والحقيقة يعني بقول شهادة انه هو يعني من الناس اللي انا اتمنى يكون موجود على طول في التحكيم يعني لانه كلمة كبيرة مع الكابتن محمد فاروق فالحقيقة كان فيه تعاون بيننا والامور كانت ماشية حلو حلو جدا ماشي لجاية وخلصنا وكان فيه قبل عياد الكريسماس وكان مستر قلت ميرجي مسافر ومنتبقين على الشغل وقبل مسافر ولجاية اخر لحظة كان يوم الاربعة يكون يوم الخميس تقريبا مجتمعين بالحكام وكان فيه كلام في الشغل معنا وكلام دوا وبعدين فجأت ان يوم الجمعة طلعت لجنة حصل بقى انا مش موجود وكان الكابتن محمد فاروق موجود في استقاله في القسم التاني والكابتن تامر استقاله في ساعتها وحصل ده الموضوع بدون اي حاجة ايه عندما تم ابعادك من اللجنة بالضبط مش استقاله اه لا لا من جانب كلاتنبرج ولا من جانب التحرك والله معرفة كريم يعني ما بشجلش بالي بالكلام ده يعني انا انت بص كريم انت تتوجد في حتة في مجالك اللي انت تعبت فيه اتشالت فيه انا تعبت 18 دوري والحمد لله 25 سنة تحكيم 13 سنة في القائمة الدولية عندي حاجة واحدة بعملها ومش اعمل غيرها اننا الحمد لله لما موجود في حتة دايما بس على النجاح وان انا اقدي دوري وبعايز انجح وانجح المنظومة اللي انا فيها وده اللي بيسعدني ويفرحني وده اللي كنت ماشي به في خلال العشر أسابية اننا نعمل كده خلال عشر أسابية ايه اللي حصل ايه اللي تم القصة انا ما عنديش جر شغلي تاريخ اللي انا قضيته في التحكيم وشغلي اللي انا بعمله بشهد الناس اللي كان موجود معايا بس اكيد عارف والله اكيد على قال انت بتسأل يعني اللقتي مسلا لو مشهوني من مكان عملي هقعد اللف ودور هشوف هما مشهوني دي على اقل العرف السبب والله والله يا كريم الموضوع بالنسبالي كان يعني مش واضح الحقيقة يعني عشان انا بقى صادق معاك لو في حد هقولك على طول انا انت علاقتك بكلاتنبركات العلاقة لغاية اتأخذ لحظة كان كويسة لرجاءت دلوقتي كان فيه تعاوم وانا بقولك عشر أسابيع بنشتجل بنتعاوم فيه تقرير فنية موجودة معاه بتروح له فيه تقرير بعمله تقرير يمكن يا كريم عملت حاجة جديدة عملا برضو مع الراجل ان احنا كنت بعمل التقرير الفني دي انت عارف يومية في الدوري وبتاع وكنت بعمل حاجة اسمها تقرير احصائي بنسبة لحكام المساعدين دي التقرير الاحصائي داي يوديك انت راح لفين التسللات الصحيحة دي الغلط التعاون التمركز الحاجات دي الحمد لله كانت الامور ماشية بصورة طيبة جدا انت اشتغلت عشر اسميع مع كلتنبرج هل حسيت مش بشغلك بس انت خلصت شغلك انت كنت تشتغل فيه تطوير هل حسيت باختلاف بين كلتنبرج او اللجنة دي ولجان اخرى سابقة انت راجل حكم كبير حكم دولي كبير تابعت كل اللجان تقريبا هل فيه اختلاف هل فيه تطوير حقيقي بيحصل لا هو الحقيقة يعني يمكن عشان ابقى صادق معاك الفطرة اللي فاتت يمكن يعني الراجل اشتغل في عمل حاجات систем وحاجات ادارية وحاجات تنظيمية كان فيه عنده بعض الايجابيات وكان فيه بعض السلبيات اكيد طبعا يعني عشان ابقى واضح معاك لان طبعا كان فيه فطرة يمكن انا اعرفت ان الفطرة فاتت انتحد الكرة اقعد معاه ويمكن الفطرة اللي فاتت كان فيه جياب في كهس العالم هو وكانش موجود في بعض فترات كتير فهو كان يمكن الفترة الجاية أنا اسمعت أن تعد الكرة قعد معاه وفيه قعدة تانية طب هو غايب هو غايب هو مسافر كان فيه تواصل بيحصل من كلا تنبير آه كان فيه تواصل موجود بالنسبة لإدارة المباريات الدور لكن هو محتاج بفترة اللي جاية أكيد يعني وأنا متفق معك جدا محتاج أن هو ينزل للملعب شوية يعني يمكن التطوير يمكن لو رجعنا شوية كريم في الموضوع دول لما جيك مستر كلا تنبير كان جاي خاص بتطوير وكان هيبقى فيه رئيس لجنة لو رجعنا وحصل الظروف كان موجودة كابتن عسام عبد الفتاح وبعد كده تولى مستر كلا تنبيرج رئيس لجنة الحكام أبقى صادق معك برضو وبشفية طبع لما يجي رجل أجنبي ويمسك هو النهاردة اللي مسك رئيس لجنة الحكام في مصر فترات اللي فاتت كلها يعني ناس ما شاء الله ناس عظماء يعني عشان ما نساش حد يعني اللي مسكوا والناس اللي موجودة اللي هي ممكن تمسك لجنة الحكام عندنا قامات كبيرة جدا وعندنا كتير جدا يقدروا يديروا التحكيم المصري يعني فهو طبعا انت علشان تيجي تمسك الأقسام كلها دي صعبة يمكن انت تذكرتها برضو صعب على كلتنبرج يعني هو تركيزه كله بيبقى في الحقيقة في الدور الممتاز لكن المصري اللي موجود كان بيبقى مسؤولة على الدور الممتاز والممتاز به يعني زيولة كسم الثالث والقطاع الحقيقة بيبقى مسؤوليته شاملة كل الحاجات دي يعني وقد الأمور بشمولية أكتر هجمع كلامك وقول لي أنا فهمتك صح ولا غلط يعني حولاك شايف انه كلتنبرج لو كان دوره هو التطوير كان هيبقى أفضل من دوره كرئيس لجنة حكام اعتقد ذلك طبعا أكيد ليه بقى لانه هو لانه انت دايما لما بتركز في حاجة هتشتغل فيها أكتر يبقى فيها انت النهاردة لما بتشتغل في التطوير بتبعت كاستشارات بتشتغل فني مثلا بتبعت بقى عن كل لان الأمور برضو ان انت تدير المسابقات دي كلها أكيد هو دلوقتي موجود في الممتاز يمكن انا اسمعت الحاجة عامير بتكلم معك في الممتاز ألف بس أكيد الممتاز به هو كرئيس لجنة حكام مصر بيبقى مسؤول عن كل حاجة صحيح وده اللي كان موجود في الفترات اللي فاتة يمكن اعصرت رؤساء اللي جان في الفترات اللي فاتت هو بيبقى مسؤول عن كل الكلام ده فخلانا نتكلم بمنطقية هو طب المنطق لا وكان فيه رئيس لينة حكام مصري وفيه كلاتن بيرجي مسؤول عن التطوير في التحكيم المصري وكان هيحصل أنا يعني في فترة ما الفترات أنا أسأل أسألك سؤال بصراحة شديدة وفكر للوحظات يعني هل تفتكر رئيس لينة حكام المصري ده كان هيقبل التعاون مع كلاتن بيرجي في ملحوظاته بس بوقعية وبالمنطق هو بص ممكن حسب حسب يعني حسب اللي حسب هل هو فيه توافق انت النهار ده كريم عشان تجيب حد يشتغل مع حد لو أنا وانت جينا عشان نشتغل مع بعض ما فيش توافق كده كده ما فيش توافق كده كده مش هتري لكن لو احنا عادنا وكان فيه توافق في نظام الشغل أكيد لأن انت هتشتغل في حتة لأنه زي ما قلتلك رئيس لينة حكام مصري بيقى مسؤول عن مسابقات كتير ومسؤول عن حاجات كتير فهمني فالقصة دي خب بالك التحكيم محتاجش أقول كتير جدا يا كريم وانت بره محتاج كتير جدا وانت بره دلوقتي هل في فرصة انك تبقى موجود في اللجنة تانية ولا ما فيش فرصة التحكيم بص التحكيم ده يعني هو اللي عملنا كريم وهو بيتي وانا بره جوه أنا التحكيم دايما داعم للتحكيم المصري ودعم لأي حد مسك التحكيم المصري لان التحكيم المصري ده اللي أنا طلعت منه ودعم لحكامنا فأكيد أنا أنا موجود أكيد ممكن بقى فترة من فترات ممكن الفترة دي أنا مش موجود ممكن فترات بعد كده يكون موجود فما عنديش مشكلة في القصة دي أهم حاجة في القصة كلها يا كريم ان انت لما تشتغل تأدي دورك بما يرضي الله وترضي ربنا وترضي الحكام الحمد لله الفترة اللي فاتت يمكن اللي رضاني جدا ان أنا خرجت راضي جدا عن نفسي راضي عن أنا يمكن فيه حاجات معينة أنا كنت ابتديت أخش فيها لأن أي حاجة أنت عارفة ما بتحب حاجة وحاجة عملت اسمك وحاجة أنت اشتغلت فيها زي ما كنت يا كريم وكل مصر وكل جمهور مصر يعرف أي من دي جيش لما كان في الملعب إزاي ففي حاجات كتير أنا كنت ببحث فيها يمكن حاجات كتير حاجات كتير كان ممكن واحد يفيد بها التحكيم المصري لكن طبعا ما جات الظروف حصل كده لكن الحمد لله أظن أنت مساعد المساعد الوحيد يمكن على ما أتذكر يعني اللي كان ليه شعبية في مصر الحمد لله أو ليه اسم كبير طبعا مساعدين كلهم محترمين وأسماء محترمة جدا بس أنت تحديدا كان ليك اسم يعني والله بفضل الله كريمي يعني لوحد ده كله من عند ربنا أنت ما كنتش بتعمل حاجة زيادة أنا كنت بشتجل وبكتهد وكت عايزة نجح يعني 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 بحابة بالنجاح وحابة أن أنا بقى في القمة بس مش على حسابت الحد يعني الحمد لله يعني دائما كنت بنافس نفسي طيب هسألك بس دون مجمالات ودون احتراما لزميلك يعني طبعا احترامهم كل شيء مبعرفش طبعا بس أنا عايزك تفكر كمشجع من بر كمتابع للتحكيم المصري بسوفة الراجل خبير دلوقتي تحكيم مصري لو قلت لك إدي التحكيم المصري رقم من عشرة في الفترة ديت يعني نقول 8 من عشرة لدرجة ممتازة اه 8 من عشرة حكمنا يا كريم على فكرة عندنا أحسن حكام والله على مستقل أفريقيا والعرب والله محتاجين حاجات كتير بس يعني احنا نخلصهم منها هيبقوا حاجة زي الفل يعني نخلصهم من ايه من حاجة كتير يعني يعني الحاكم ده محتاج دعم كتير محتاج أن انت مساندة من جميع مش هذكر حد مساندة من الجميع هتلاقي الحكة هتلاقي الدنيا دي الحمد لله ماشي يا بتحكيم ماشي كويس جدا يعني كل كل من هو مسؤول عن الحكام يسندهم مش هكلمك بقى هقولك هتقولي هقولك لجنة وقولك أفتحة الكورة وقولك إعلام وقولك أندية وقولك كل الكلام ده لازم كلنا نسند ولادنا الحكام وزي ما نشوف يعني لسه لسه النهارده مثلا أمين عمر كان عنده مباراة تكمة في مباراة في تونس النهارده محمود عشور كان عنده مباراة الافتاحية وعنده مباراة للسودان بكرة بإذن الله ومحمد عادل موجود بطولة المحليين ربنا يكرمهم يعني حكمنا بخير يعني يا كريم نجاحه من نجاح الكورة المصرية لازم نحط كلنا كده بوحيدة وحدية كابتن آيمن لما أنت كنت حكم مساعد ومكانش فيه فار بقى ولا حاجة خالص من حاجات دي بتحسب تسلل ولا بتحسب قرار حاسم ممكن يأثر على فرقة هل كنت في اللحظة في اللحظة احنا بنقادمين بتحط اعتبارات يعني تقول مثلا إيه يعني لو حسبتها في آخر دي على الأهلي وعلى عزة مالك ولا حسبتها الفرقة دي وبتاعة ممكن يحصل ما شفتهايش عادي مع جلة مالياسوى يعني كلنا ما بتشوفش عادي وبنغلطي كلها كافة العالم هل ممكن حكم يفكر بالطريقة دي بصراحة شديدة شوف يا كريم والله العظيم أنا طول فترتي وإمكان ده سبب الحمد لله إن أنا راضي على طبعا فترة التحكيم الحمد لله ريدا كبير جدا جدا يعني طبعا أكيد أخطأت لو في أخطأ في التحكيم أكيد أنا أخطأت برضو كليها بعض الأخطاء ولكن نسبة الحمد لله على العدد السنين اللي أنا لعبتها نسبة وليلة نسبة وليلة لكن أنا كريم كنت بنزل الحمد لله وده يمكن من أسباب نجاحي أنا كنت بنزل ما عنديش ما عنديش نادي ولا عندي مش هيف ألوان أنا نازل بحكم لفرقتين والحقيقة الحمد لله المتشاطي بتشهد بالكلام دو ما عنديش أي حسابات لأي حاجة الحمد لله بتوكل عن ربنا سبحانه وتعالى يمكن يحضرني في قصة يعني يمكن والد اللي يرحمه متوفي من 93 هو كان حكم دولي ومحاطب دولي على العرب الكوة وكان كنت بنزل معاه فهو برضو زرع فيه بعض حاجات معينة في الرياضة يعني مجال الرياضي أنت عايس أن تنجح فيه تعمل إيه حاجات عشت عشت حاجات معاه بيعملها كويسة فعرفت الدنيا ماشية إزاي والدتي والدتي الحمد لله زرعت فيه يعني أنا كنت جيت أخش القايمة كنت طبعا أنا يعني إيه ما كنتش ما طلعت كنت بكتهد وكده بس ما كانش فيه معي عشان كلمك بصراحة ما كانش فيه يعني دعم في بكتهد فجيت في وقت من الأوقات أنا كنت مفروض أخش القايمة الدولية فبصراحة يعني فقلت الولدتي كلمة كلمة دي الكلمة دي هي اللي أثرت في تاريخ كله فقلت الولدتي أنا الحمد لله على الورق أنا موجود في القايمة الدولية بس أنا معيش حد فقلت لي ربنا يديها الصحة يا رب ويش فيها يا رب قالت لي أنت معك ربنا الكلمة دي يا كريم قاعدت معايا لغاية دلوقتي وأنا قاعد معاك الكلمة دي على طول معايا فرقت معايا في مسيرتي كلها طبعا إننا إن أنت طول ما انت مع ربنا مش أخصا خلاص طيب كمتنة عمي إيه خطأ لما بتوقع كيها تفتكروا أو يومها إنت كنتش عارف تنعم أنا الخطأ دا ما كانش مفوضة عامله آه وكان مؤثر وعمل لك دوشة وعمل لك آه طبعا كنت بحكم مبارات مبارات الزمالك ودجلة آه وكان الكابتن أحمد حسام ميدو كان هو المدرب مدرب دجلة زعينا بعدية مدرب دجلة ولا مدرب زمالك مدرب دجلة دجلة وزعينا بعدية يعني شوية وبعد كده صارت حاجة محترمة كانين الخطأ هو لذيذي يعني كانت لعبة آآ آآ تسلل أنا رفعت تسلل آآ آآ اللعبة كانت ملعوبة من ناحيتي آآ فاترفعت آآ ترفعت الكرة فالمهم أنا إيه أنا رفعت في نفس اللحظة اللي أنا رفعت فيها آآ على التسلل ما كانش فيها أفغار الحيطة دي بقى بعد الفور كوب بالك آآ النهاردة المساعدين حتى أنا بقول لهم يا جماعة سهل بس تعان كميكوز دي عشان أخدش لك الفور آآ فأنت رفعت تسلل على دجلة رفعت تسلل على دجلة آآ وبعدين فجأت إن كان تقريبا على ما أعتقد علي جبر آآ أنا في نفس اللحظة عارفت يا كريم آآ أنا بعد وأنا رفعت تسلل كده لقيت حد معادي لقيت علي جبر كان في حد أتالي أنا كان في جنبي مخدش بالي مخدش بالي ولقيته معادي كده في اللحظة أنا عارفت إن أنا بكرة كيت واضحة جد آآ كتواضحة هو الوحيد اللي طالع هو طالع من حدني من الجنب آآ فهو عدى من قدامي كده في اللحظة دي أنا عارفت إن أنا أخطأت يعني فطبعا دي في العادة بتبني إن هي كارثة بقى أنت كده عملت كده كان في واحد مغطت كتير آآ آآ ففي اللحظة دي آآ عارفت إن أنا أخطأت والله أنا مش متذكر تقريبا تعادل تعادلوا تقريبا تقريبا خلص تعادلوا الفرق طبعا يعني أوقع فرق في نهاية المباراة آآ طيب دلوقتي الحكام المساعدين في وجود الفارس خلاص بقى يعني بتبقى كونيتهم بايت سهلة مش بقول سهلة يعني بسيطة بقيت إيه بوسيا كريم بقيت إنت ما عندكش إيه إنت يعني أنا حتى لما كنت بعض مع الحكام المساعدين ممكن إحنا حتى مع الحكام المساعدين يعني كم معنا كابتن تامر دوري كنا بنتكلم معهم فدائما كنت بقولهم أنت خلاص اتحرروا عايزك استمتع استمتع واشتغل وتحرك والتمركز بتاعك اشتغل بحرية لأنه أنت خلاص الحاجة اللي هي أنت محمي أنت خلاص الحاجة اللي هي أنا كمساعد الحاجة اللي أنت بتقلئك أو بتخوفك خلاص أنت حتى لقدر الله لقدر الله لو في مثلا لعبة فالفار بإذن الله بتعمل الدلي مثلا بتاخد قرار إذا كان بالتسلل أو بالهدف وبعد كده الفار بس بس هقول لك حاجة كابتن عامل معرفش أنت لحظتها ولا مع كامل الاحترام لكل الحكام المساعدين بقوا يستسروا فكرة الفار اللي هو إيه ما بقتش حاس الحاجة المساعدة بياخد قرار أنا فيها من قصة الدلي بس لما تفرج النهاردة على الدول الإنجليزي مثلا في مباريات كثيرة جدا في كرة بتبقى واضحة أنها أوفصاية مابيستناش حراف بس كريم دي كلها في اللجنة عندنا موادية لها تقييم إذا كنت لعبة سهلة فيها اثنين يارضة وثلاثة يارضة ولعبة سهلة طيب كالبرتوكول أنت بترفع صح أنت ما بتستناش يعني لو أنت عندك لعبة زي ما أنت بتقول دي المفروض أنت هنا بيبقى فيه تقييم للمساعدة بالنسبة لنك لجنة إن أنت النهاردة اللعبة دي أنت ما عملت فيها ليه ليه بتستسك إذا الألعاب اللي أنت بتعمل دي ليه فيها معروفة صح فإذا كانت لعبة سهلة زي ما أنت بتقول لا بيبقى فيه تقييم معين للمساعدة كيف فيه لعبة مشهورة ليك ماتش أهل واسموحة تقريبا وبص يعني سبحان الله برضو من كرم ربنا زمالك واسموحة زمالك واسموحة كنت آخر ماتش ليه في حقيقة في نهاء الكاس يمكن ربنا برضو كرم ربنا الحمد لله على الواحد إن يجي لك لعبة حالة فنية صعبة فآخر مباراة ليك وما فيش فر وما فيش فر وتتعمل لعبة وفي لعب في موقف تسلل لبنى الحالة أو بالمناسبة فدي كانت اللعبة دي طبعا اللعبة دي في نهاية مسيرتي بص اللعب هناك هول اللي في موقف تسلل وبعدين اتعاملت وهدف فسبحان الله عارف الملعب الكريم يعني بتبقى برضو بالنسبة للمساعد اللعب لو رجعنا اللعبة تاني هتلاقي الكرة قدام اللعب المتسلل من عندي من أنا كمساعد أول بعيد في مسافة بعيدة غير اللقطة وإحنا بنشوفها دلوقتي فدي كرم ربنا بص هو عمل إيه قدامه بس أنا عملت ويت أنتسي انتظرت هو بص مجاش نعيتي الكرة في الحالة دي فطبعا الحالة دي جالي عندي جدا آخر حالة فنية وتحسبت في مسيرتي التحكمية وتحسبت جون جون الأولاني وإن الحمد لله إن أنا عملت ويت أنتسي فيها وانتظرت بالرغم إن اللعبة من عندي كانت قدام اللعب ده بس الانتظار بتاعي لأن لو رفعت في اللقاء ده خلاص كانت اللعبة تسلل مجاش فيه بعد دي ليه ولا الكلام ده كله يتاخد الأكشن فكانت من الألعاب من الألعاب دي اللي جالي عندي لأنه آخر لعبة آخر ماتش ليه في حياتي كان نهاية كاس مصر زمالك وسموحة واللعبة دي لعبة فنية فدي حاجة من كرم ربنا برضو ولاطف منتها الصعوبة الحمد لله منتها الصعوبة بكرة أسألك سؤال أخير هل تتصور نكلاة مبرجع يكمل الموسم؟ هو موجود ما هو موجود حمد يعرفنا آه هو موجود طول ما هو موجود وشغال ومعنديش والله كريم يعني ما عنديش خلفية زي كان ممكن يعني هيكمل أو مش هيكمل أنا ستشال أصلي منه هل تتوقع نجاح ولا لأ؟ النجاح لا مش بييد أصلا كريم ما قادرش يعني النجاح بييد ربنا سبحانه وتعالى فيه أمور معينة لو في الفطرة اللي جاية حصل فيها نظام وتصديدته وحاجات معينة ممكن الأمور تمشي كويس يعني آه فربنا يكرم يعني بتمنى التوفيق دايما للتحكيم المصري أي حد ماسك التحكيم آه يعني بنتمنى له التوفيق آه إن ربنا يكرمه ووفق التحكيم المصري في الفطرة اللي جاية يعني إن شاء الله سواء كلة مبرجي موجود أو فيه حد تاني هيبقى موجود أي حد طوله عمرنا بنسند اللي مسؤولنا عن التحكيم يعني صحي كابتن آيمن شرفت ونورت دايما خطوتك عزيزة علينا كريما وآلف مبروك الحفيدة الجديدة ربنا يخليك كريم وأنا سعيد إن أنا كنت موجود معاك تعيتي ليك وتعيتي لحسام وكل أسطة البرنامج شكرا ودايما بابا سعيد وربنا يكرمك ووفقك ودايما شكرا جزائي كابتن آيمن دي جيش حكمنا الدولي الكبير عدو لجنة حكام الكرة المصرية السابق بعد الفاصل شرفني ونورني لأستاذة أستاذ شريف عبدالعادر وأستاذ حسام زايد معهم كثير من الكواليس خليكم معنا اهلا بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة أستاذنا الكبير أستاذ شريف عبدالعادر أستاذ شريف مشرف ومنور وحشني جدا حبيب يا كابتن ربنا يخليك كيب أخبرك إيه أنت لوحشني أكتر وموفق دايما ومتعلق بالسمراء وأيضا الزميل العزيز زميل ومحترم وجميل يعني كلم معي النهاردة في حاجة تحيله قوي كمان تخص الهندبول عشان هو جميل جدا في الهندبول أستاذ حسام زايد حسام مشرف ومنور كالعادر حبيب يا كريم مبسوط إن أنا معاك طبعا وحلقة تاريخية بالنسبة لي إن أنا أول مرة أظهر جنب الأستاذ شريف عبدالقادر وإنت عارف يعني أنا لازم أتكلم يعني عنه في الأول بس لأنه ده حقه علي يعني الأب الروحي بالنسبة لي وحاجات كتير جدا الأستاذ شريف عبدالقادر حقيقي بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي 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 يعني حبيب العبيب فمبسوط جدا إن أنا معاك النهاردة سعيد بالمناسبة بقى هو بالنسبة لنا كلنا حبيب يا كيمو حبيب يا كيمو وفعلا أستاذ الناس كتير جدا هو من الناس اللي دايماً صرته طيبة بين كل الناس يعني في المهنية وفي الاحترام يعني خحي وبعدين كل سنة هو طيب بكرة عيد ميلاده يبا فرصة لا الله ده وافك يا إبنادك لا الله النهاردة كامل خمستاشر خلاص هو اليوم وجيد ده وافك يا إبنادك دي خطيرة جدا دي خطيرة جدا بعد بكرة كل سنة طيبة رايز كل سنة هو حراج السوشيلي حبيب يا حبيب يا كيمو هبدأ معك من حيث بدأت هذه الحلقة ملف التحكيم في مصر ملف لا ينتهي بكل المشغبات والمشاكل اللي حواليه من كل من الجميع من أندية ومن أخطاء فتحاد الكرة ومن أخطاء من لجل الحكام ومن أخطاء من حكام نفسهم من مبلغات من عند الأندية احنا عايشين في كنف الحكام ما منطلعش منه طول الوقت حكام 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 فوق تحت يمينش ما منتكلمش في حكام الحكام طريبا امتى هينتهي هذا الحديث اللي أصبح ممل جدا بسم الله الرحمن الرحيم أولا هو يعني ده ملف واحد من ضمن ملفات عديدة تعاني من أزمات شديدة وتعاني من سوق إدارة أولا ملف الكرة القدم بشكل عام في مصر حدث ولا حرك من سيء إلى أسوأ عفوا الكرة المصرية تعود للخلف أنا نهاردة يناير عشرين تلاتة وعشرين ربنا يسطر السنوات القادمة دي ونقدر نتآهل لكاس العالم ونقدر نتآهل لكاس العالم عشرين ستة عشرين ما بقاش ما بقاش بصعوبة ما بقاش بصعوبة ما بقاش بصعوبة ده بسا الشريف اللي بيحصل ده لا يمكن يبقى فيه تفاقل ماشي دوري ما انتش عاب تنظمه ومشاكل وأزمات وأندية بتعترض على أي حاجة والتحاد كرة مش في الموجود وربطة كان الله أفعونها مش هقول إن دي لسه سنة أولى أو سنة تانية فلسه الناس بتجرب وحاجات كتيرة جدا فالتحكيم ده جزء من كل يسير من سائل إلى أسوأ وللأسف الشديد الناس يعني مسؤولة عن إدارة ملف كرة القدم مش في دماغهم الموضوع يعني مش في دماغهم الموضوع إن كرة القدم دي محتاجة حاجات كتيرة جدا يعني إيه دوري مصري في الإسبوع التلاتاشر ومفيش راعي للدوري يعني مين الرعاب طوالدوري حاجاتك بتشوف إعلانات في الملاعب إعلانات الملاعب مش إعلانات اللي على تشارتاتها ماشي يعني إيه الرابطة ما تدخلش في حل أزمات للأندية مين فكر في النادي الإسماعيلي مين اللي فكر في حل الأزمة الأزمة اللي بيمر بيها نادي الإسماعيلي طيب أنا كرابطة معلش أنا المفروض أعمل إيه في أزمة نادي الإسماعيلي أساعد نادي الإسماعيلي طبعا أنا ما هو مش رئيس الرابطة راح ظهر المحلة لما كان بابا فزيلوس دوت بابا شارو دا كان حيمشي انا بس الاول لو تسمحك هسيب حركة السلسل على مرضات شقة طاق بس انا هكتاب في النقطة واحدة بس فكرة الدوري السنة دي في الانتظام بتاعه انا اول مرة شوف دوري منتظم من سنين طويلة انا اول مرة تشوف جدور الدوري فيه تلتاشر ممكن لسه بيكلمك كابتان عامي لسه التاجلات جاية الحمد لله كل الفرق لعبة تلتاشر مباركة تلتاشر وستة وخمسة واربعة واثنين عشان الدنيا لجندة اتغيرت وكاس العالم ادينا فرصة ان احنا نلعب عدد مباريات لغا من دا يعني كان استثناء ولكن تيل جاي وراء لا لا هلعب كاس عالم الاندية والاندية هتلعب بطولات افريقيا فحيبه فيه تأجلات يعني الله اعلم الدوري دا يخلص تسيبك معهم حاجات تلاتين ستة لا وكاة العامر خلاص قال لي انه من الصعب من الصعب جدا هارجع بقى لسؤالك زمان زمان كنا بنقول اخطاء الحكام وارده اللي هي الجمل اوالب المحفوظة الحكم بشر جزء من المتعر الحكم قد يصيبه قد يخطئ اصل دا قرار بياخده في ثانية كل الكلام دا في وجود الفار المفوض الكلام دا ينتهي يعني فيه مناظر تبقى لعبة بقى تقديرية والزوية مش باية احنا عندنا ازمة كبيرة الفار بتاعنا والكلام دا انا بقوله من ساعة ما الفار دخل مصر الافار بتاعنا عربيات مستهلكة ما هيش جديدة عربيات المفروض انها بقت بتاعة تدريب كاميرات عدد الكاميرات في الملعب ما بتساعدش الفار الحكام مش مدربين تدريب قوي وفي بعض الناس اللي بتاعد على الفار ما عندهمش دراية كاملة بالبرتوكول بتاع الفار وباللوايح وبالتعديلات الاخيرة في قوانين التحكيم والكلام دا كله فبنشوف الازمات يعني انت كنت بتتكلم مع الكابتين ايما دي جيش دلوقتي على المساعدين اللي هم بقى يبيع القضية ويسيبها للفار ويعمل دليل ماشي لانه هو ما عندوش وبتاع الفار بقى بيعمل مصيبة اكبر انت شفت الخطوط خطوطت حتى غلط مفروض حط على اخر قطعة في الجسم مرة حطلة جنب الراس عالكتف عالكوع زي ما تيجي معاه زي ما يجي الخط معاه احنا هنفضل نعيش في الازمة دي مفروض في وجود الفار لا مجال الخطأ البشري الا في مناظر طبع فاحنا عندنا تجربة الفار في العالم كله اه فيه اخطاء طبع فيه اخطاء اكيد وفيه مسائل تقديرية ولكن مش بالحجم اللي احنا فيه ده يعني الاخطاء زادت وبعدين الناس اللي كان عاجبها الفار بقالهم سنتين وفرحانين بيه بياخدوا بيه بطولات اول ناس السنة دي بقالهم دلوقتي حوالي عشرين تلاتين يوم مسكين الفار والحكام يعني الفار كان حلو السنة الفات بقى وعشر السنة دي ما هو عموما التحكيم انا كنت لست بتكلم في الجزية دي يا أستاذ شريف ما هو التحكيم هيفضل كويس طول ما انا بكسب اعرفيك ده كل الاندية في مصر مش نادي واحد طول ما بكسب الحكام كويسين وعرغم ان يبقى فيه اخطاء وانت بتكسب بس تمام مش شايف انا كسر بتكيده كده اول ما بتخسر كل الناس بتبص على الحكام ما كده من اول نادي الاخر نادي كل الناس كل الناس تنتقل بص اولا التحكيم ده هيبدل الحلقة الاضغف في المنظومة طبعا لكن في حاجات تانية مهمة معلش يعني الملاعب يعني انت شفت ملعب الاسماعيلي مبارح والمولين مطش مصر الارض عاملة ازاي شنشواط مطر طبعا حد فكر حد فكر ازاي ان غير نجلت الملاعب دي في الراحة حد فكر اكتر من ملعب المولين العرب وبيتروز بورد دي كلها ملاعب مفوض يبقى فيه صيانة ليها وترتيب ليها والاتحادي تدخل والربطة تدخل ان الملاعب دي تبقى صالحة للاستخدام بدل ما الاربع يعني انت عندك البنك الاهل وصراميكا والاهل والزمائك هلعبوا على استاد القاهرة تفرج على استاد القاهرة في يناير في فبراير اللي جاي ده ويناير لما المطر يزيد حيبقى شكله عامل ازاي ارض برضو مش هتستحمل اللعب مش هتستحمل طيب طيب مستم كلاتنبرج فترة لسه مش كبيرة ماداش نقول ان هي فترة كبيرة بس رغم كده تحس واكاين ان اتحاد الكرة كل شوية بيسلم كلاتنبرج احنا عندنا بيان عندنا اعدى مع كلاتنبرج بيان يقول انهم عندهم اعدى مع كلاتنبرج الازواء اللي بعضه عندنا اعدى مع كلاتنبرج كلام بيقى عشان ننقشف مشاكل الحكام هل كلاتنبرج مشواخن مساندة كافية من اتحاد الكرة لا هو شوف هو كلاتنبرج طبعا اولا من وقت تعيين كلاتنبرج هو الهدف كان انه اتحاد الكرة اسهل حاجة حكم يعني رئيس لجنة حكام اجنبي كلمه هو اه بالزبط رفع الضغط عن الاتحاد الكرة اي حاجة بتحصل في وشه وما شوفتش اي حد يعني حتى الانتقادات من الاندية محدش دلوقتي بيتكلم على كلاتنبرج يعني قبل كده كان عصام عبد الفتاح كابتن عصام عبد الفتاح يعني واخد يعني كل النقد عليه هو دلوقتي النقد اللي بيحصل على الحكم نفسه حكم المباراة اي فرقة بتتهزم بتأسهل حاجة هو الحكم هو المخطئ يعني صحيح لكن كلاتنبرج اولا انت لما اتفقت معاك كان الهدف ايه الاستراتيجية اللي انت حطيتها ايه هو اصلا فيه استراتيجية هو فيه تطوير اصلا يعني لغاية دلوقتي ما شوفناش حاجة ملموسة كلاتنبرج اكتر من نص الفترة اللي خدها برا مصر مش موجود اذا كان كاس عالم او اذا كان سفر وطلع قال لك وقبل ما ييجي اللهم من انا طالع كاس العالم اي انا متكلم وهم ما بيبعظوا معاه انا متكلم على ده لان هو ما كانش عنده فكرة ان ممكن الدور يتلعب اثناء كاس العالم يعني هو قبل ما ييجي ايه اللهم تمام انا بتكلم على ان هو حتى في فترة كاس العالم حتى لو احنا مش هنلعب كان لازم يبقى موجود يشوف الحكام معسكرات تدريب معالجة اخطاء الكلام ده كله الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس درات التحاد الكورة طلع اتكلم وقال انه كلاتنبرج لو مش هيقعد ويطور نعرف القصة فيها ايه لازم يكون فيه مكشفة وفيه مصارحة فاستخدام جلاتنبرج نفسه فيه خطأ كبير من اتحاد الكورة يعني الامور مش واضحة يعني نشوف هو جاي تطور ولا جاي رئيس لانية حكام بالزبط ولا انت جاي تشيل بيه الضغط بالزبط ده شماعة جلاتنبرج ده جاي اتحاد الكورة جابه شماعة عشان اذا هنجيب لكم خبير اجنبي متشتمش اتحاد الكورة بالزبط ده شماعة اللي حيعلقوا عليها اخطأهم هم كمجلس ادارة وكادارة اتحاد وادارة تنفيذية نفعل نسيب كمالين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة اخرى طيب سيد شريف اعاي سألك على حاجة كنت بتكلم فيها في الانترو النهاردة فكرة انه اتحاد الكورة دائما نتحدث عن بيانات لا علاقة ب اجتماعات بلجلة الحكام حكام وخلافه فين بقى تطوير قطاعات الناشئين فين بقى المحترفين اللي هنزودهم او هنطلعهم فين بقى التطوير الحقيقي بتاع الكورة اللي في مصر اللي هو المفروض فعليا ده شغل اتحاد الكورة انا تفهم انه لجل الحكام وسلمناه لكلاتنبرج وسلمنا كلاتنبرج خلص مع بعض يوم كده الباقي بقى فين اولا الاجتماع اللي هيحصل دوت اللي هو الاتحاد والربطة ولجلة الحكام وجلاتنبرج ده عشان بيان بيرامتز مش عشان عاجة تانية خالص ودي اول مرة تحصل ما الاهلي تقولوا السنة اللي فاتت او السنة اللي فاتت بيطلع بيانات واكتر من نادي السنة اللي فاتت اشتكم التحكيم ده عشان بيان بيرامتز بتاع بارح ماشي احنا محتاجين ايه بقى عشان نطور الكرة يعني انا نفسي دايما اقول ايه انا بطلع على الهوى اقول ايه انا هبقى ايجابي النهاردة واقول والله يا جماعة صباح الخير لو انتم شاخدين بقى لكم هو مفوت تعمل كذا 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 الناس تحب مصر اه نا ما تحبش الكرسي ام يعني حب تطوير الكرة المصرية ام هو حد درس ايه اللي حصل في التجربة المغربية دي وصلوا ازاي لكده ما عندهم متخب قوي كده حد بحث هنا اللي جان بحثت هنا احد تتكلم عن حاجة اسمها اكاديمية محمد السادس او محمد الخامس ماشي احنا نتكلم انتم تكلمت لا احنا نتكلم احنا نتكلم احنا نتكلم احنا نتكلم حد قال ازاي اللعيبة دي طلعت في السن صغير احترفت في اوروبا وبعدين جابوهم كلهم اللعبوا دلوقتي وبلعبوا في كلاس ايه في اوروبا فان دي القلاس ايه في اوروبا حد شاف الكلام ده انت سفر سفر منتخب اول سفر منتخب شباب سفر منتخب اولمبي ده اللي اعلم هيروح فين يعني سيبك بقى مش المنتخب اللي راح لالالولمبيات ان شاء الله يبقى سفر سفر منتخب ناشئين ان شاء الله يبقى ارجم التصفيات سفر بصة بصة بتبقى واضحة الامور الناس مش دريانة الناس راحت اتفسحة المجلس الاندارة بتاع التحدي اغلبهم راح تفسح في كاس العالم في القطر حد درس الملاعب دي اتعملت ازاي حد درس ارضية الملعب دي اللي اتعمل استضافة البطولات دي اتعملت ازاي وصلت للنتيجة دي ازاي بالجودة دي ازاي ما حدش كله كان بتفرج وروح تصور وانا حضرت اربعة وستين ماتش وانا حضرت تلاتاشع ماتش وانا حضرت ماتشين لكن حد قالك ازاي نستفيد من تجارب الناس دي ازاي نستفيد من التجربة المغربية دي ازاي تستفيد من الدول اللي بقى تأهل منك اللي كانت تأهل منك ودلوقت تفوقت عليه في الدورة اتا ما عندكش دورة انت هاتلي يعني اقولك ليه بقى كاس العالم كوالتي ضعيف كوالتي اللي موجود اللعيبة ضعيف هاتلي لعيب خمس مباريات وراء بعض مستوى ثابت في الدورة مصر لا يمكن لا يمكن يعني زيزه ده اللي كنا طايرين به ماشي المطش الأخير بتاع الاتحاد أو ثلاث مطشات الأخيرة دي مستوى في النازل في النازل أمام عشور السلية مرة فوق ومرة تحت حمد فتحي مرة فوق ومرة تحت محمد عبد مناعم مرة فوق ومرة تحت دي العناصر الأساسية في المتخد ماشي الأهل والزمالك رأس الحربة بتاعهم مش موجود في المتخد يعني المهاجم بتاعه المتخد مصر اللي كان دايما يعني انت في 2005 عب حليم علي ميدو عماد متعد حسام حسن عمر زاكي عمر زاكي مش هما دول كانوا أهلو زمالك وميدو بس اللي محترف فيه تعرف ان فيتوريا كان عايز يضم مين دغموم بتاع الاسماعيلي لا ما تحذرش دغموم بتاع المصري دغموم بتاع المصري اللي هو الجزائري تاكيد بتحذر دي معلومة والله بجد كان في المباراة وتفرج عليه وبعدين بعد حد يسأل الإدارة بتاع المصري بيقول له عايز جواز السفر بتاع عبد الرحيم دغموم سأل له الرقم قال له الرقم اللاعب يعني عبد الرحيم دغموم قال له عايزه ليه فيه يعني عرض جايله هيحترف بره او حاجة مثلا قال له لا عايزين نضمه للمنتخب قال له تضمه ايه ده جزائري والله بكلمك بجد يعني وقعة حقيقية حصلت وفجأة فيتوريا يفكر ان دغموم مصري كان عايز يضمه للمنتخب الله كانت صدمة يعني مريح جدا بس المكسب ده رفع حجم التوقعات برضو طبعا انه لا احنا عايزين نوصل نهاي احنا عايزين ناخد كأس العالم ليه لا انت شايف مسيرة منتخبنا الوطني في كأس العالم لكرة اليد ممكن تروه لحد فين هو منتخب اليد طبعا نفوز على كرواتيا فارق تزعى اهداف ده مش معنى انه منتخب كرواتيا هو اللي ضعيف لا منتخب كرواتيا اغلب العناصر بتلعب في دوري ابطال اوروبا بس ده معنى ان منتخب مصر نضج منتخب مصر بقى خلاص حقيقي ولازم نصدق انه هو بيناطح الكبار فعلا منتخب مصر في اخر بطولة المركز السابع بتكسب كرواتيا وده كان اهم مكسب في المجموعة علشان تطلع بالنقطتين مع ان شاء الله النقطتين بتوع امريكا لانه المغرب النقطتين مش هيتحسبوا لما نكسبهم علشان المغرب هيبها برا امريكا كسبت المغرب وده كانت مفاجأة فهنصعد بالنقاط بتاعت كرواتيا ده المهم هيبقى اربع نقاط هنلعب بقى الدور التاني ان شاء الله الرئيسي اصعب حاجة فيه مع الدنمارك بس ده برضو مجموعة تانية تكسب الدنمارك هيبقى مشوارك سهل لقابل النهائي على طول لانك بتطلع من الدور الرئيسي على دور التمانية فهتلاعب فرقة اقل شوية غالبا هتكون المجر علشان عملت مفاجأة النهاردة وكسبت ايسلندا فهيبقى انت بعدت عن انك في دور التمانية هتلاعب السويد على ارضها مش ده لو كسبت الدنمارك برضو دنمارك دي مش حاجة هينا لا ما انت مكسب الدنمارك يا اول يا تاني بتلعب على اول و تاني المجموعة في الدور الرئيسي هنخلص المجموعة ندخل على مجموعة تانية فانت تكسب الدنمارك تبقى اول او تاني انت لو طلعت التاني بنسبك براها تلعب السويد فانت عايز تكسب الدنمارك علشان ما تواجهش السويد في دور التمانية على ارضها وجمهورها. هايل. انا عايز بس اشيد بمنزومة كرة اليد ده كان سؤالي. منزومة كرة اليد السشريف مختلفة. هي ادارة. ما مكلمش على التحاد السحاد اليد. اه. هي ادارة بالزبط على بعضها. وضع بزرتها اسات زكبار. طبعا في مقدمتها من الدكتور حسن مصطفى. وده التحاد الوحيد في مصر. الانجازاته مش وليدة صدفة. يعني انجازاته على مستوى المتخب الاول. مش وليدة صدفة. يعني انت في اغلب انجازاتنا في الرياضة. سواء في الولمبياد او في طولات عالم. الصدفة بتلعب فيها دور كبير جدا. بدليل ان انت ما تيجي رايح على الولمبياد. فتسأل الاتحاد بيعمله كده زي. يبعث لك يقولك انت يعني اه توقعاتك ايه يعني ايه اللي هتعمله. فيقول له انا ممكن اطلع سادس. اه سابع. عشان لو جاب اه حسن من كده. يبقى هو حمل انجاز. فتبقى بالصدفة بقى قرعة. تخدمك القرعة. اه تقابل مثلا مصنف ضعيف. خاصة في الالعاب الفردية. وطبعا ربنا بيوفق. لكن اتحاد اليد هو المنظومة الوحيدة. في الرياضة المصرية اللي بتدار بشكل احترافي. فيه اخطاء ممكن يبقى فيه اخطاء. فيه بعض الاخفاقات ممكن. ولكن على المدى الطويل لما تبقى لعبة بقالها اكتر من تلاتة وتلاتين سنة. من سنة التسعين. بدأنا نتحطها على فريطة العالمية. بالضبط. من اول ما اخذنا تلاتة وتسعين كاس العالم للشباب. في مصر. واحنا موجودين في البطولات العالم. صح. وفي البيت كمنافس. صح. مش شرف الوصول. ماشي اللي بقى يعني يعني. يعني من المحاولات. هو بس هو نقطتين في الموضوع ده علشان برضو الرابط مع الكورة. نقطتين. انك تطلع محترفين برا كتير. صح. وده دلوقتي في اليد عندنا حوالي تمانية او تسعى في اوروبا بس غير الدول العربية. اي. او تلعب مع منتخبات قوية. قوية. فايب انت كسرت الرهبة عند اللاعب. والاتنين بينعملهم في اليد. مش مات غشقر والايبيريا. طبعا. مش مات غشقر والايبيريا. من بعدين يجي لك بطش في الابجيكا في الكويت. ويحصل في خضيح مصر كلها تسافر. بس اكسبناه. ستا الشريف شرفت ونورتك العديد. بنخليك عكيم يا ربي. يا ربي خليك. وربنا ده سهل في اللي جاي. سحسام شرفت ونورتك العديد. شكرا للجريب انا كنت سعيد معكم عالك. ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شوفكم يا رب على الفخير.